السلام عليكم اهلا بكم اعزائي طلبة الازر الشريف طلبة التالتية عدادة معكم مصر حسني في حلقة المراجعة النهائية مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة الانجليزية ان شاء الله في الحلقة دي هتعرف كل شيء محتاج تعرفه في المنهج وماشي معه صفات الامتحان الازر هشرح لكم ازاي تحل المحادثة وازاي تسأل السؤال وازاي تقدر تجاوب على السؤال والكلام ده هيكون من مذكرة وكمان هحل لكم عدد من المحادثات المتنوعة اللي بتغطي الاسئلة بحيث تقدر تحل اي محادثة بعد كده وبعد كده هنخش على المواقف وهشرح لكم ازاي تقدر بالزبط وازاي تعرف تحدد ايه المطلوب منك هالمطلوب تسأل سؤال ولا تجاوب على سؤال بعد كده جايب لكم عدد كبير من المواقف احلى لكم في الحلقة تغطي كل المنهج وبعد كده يعمل لكم مراجعة مختصة على الجرامر مغلخصها لكم في حوالي صفحتين او في ثلاث صفحات وبعد كده يحل لكم عدد من اسئلة لاختيارة على الجرامر زي ما بيجينا فيه الامتحان حسب واصفات امتحان الازهر بعد كده ميجمع لكم الكلمات والتعبيرات المهمة اللي موجودة عندنا في المنهج على كل اليونتس وعلى كل الوحدات اللي عندنا وكمان هنحل عدد كبير جدا من اسئلة لتشوز اللي بتيجى على الفوكابلاري بعد كده يحل لكم عدد من القطع قطع الكمرانشن او قطع الفهم زي ما بتجينا فيه الامتحان ومنهم قطع قبل كده في امتحانات الازهر السنة اللي فاته وبعد كده يكون الجزء الاخير في المراجعة خاص بالبراجرافات هنشوف ازاي نحل البراجراف من ست جمل حسب مواصفات الامتحان الازهر والبراجرافات المهمة والمتوقعة هي رابط المذاكرة في الوصف الكلام المكتوب اسفل الفيديو وبتلاقي فيها المراجعة سواء بقى يقولنا اصلاح للمحادثة والجرامر والمفردات والتعبيرات والبراجرافات وكمان الاسئلة اللي جات في الحلقة واللي حالتها لكم في الحلقة وقبل ما نبدأ الحلقة عايزين نعرف مع بعض مواصفات امتحان اللغة الانجليزية في الازهر طبعا السؤال الاولان هو سؤال الديالوج وبيكون من هيكون في عندي ثلاث نوعات او ثلاث فراغات هتحلو السؤال التاني وبيجيلك موقفين اتنين بعد كده سؤال خمس جمل على الجرامر والقواعد اللي عندي وعلى المفردات بعد كده اقرأ القطعة وبيكون عليها خمس اسئلة منهم سؤالين ثلاث اسئلة اختياري ثلاث اسئلة اتطلع اجابتهم من القطعة واخر حاجة عندنا هو سؤال الديال البراجراف وبيكون من سكس سنتنسيز تكتب براجراف من ست جمل عشان كده بقى اقول لك اول سؤال في حال المحادسة لو عندك الاجابة اللي اتفا هيسونه يبقى تعرف على طول ان انت السؤال هيبدأ بأبي فاعل مساعد طيب ايه هي الافعال المساعدة عشان لو جاتل في اول السؤال اعرف ان معناها هل وهيكون تكوين السؤال ازاي اي فاعل مساعد يجي بعده فاعل وبعدين بقى يجي بعد الفاعل فاعل اساسي وفعول مكمل بعد الفاعل طيب لا يجي بعدهم فاعلوا الفائل اساسي بتاعهم بيكون في بالتصريف الاول هذا اي ان جي مع اليجي بعدهم فاعل ومايجيش بعدهم فعل الاساسي هما المجموعة الوحيدة اللي ممكن مايجيش بعدهم فعل نيجي بقى كان و could will would should might must دول كلهم بيجي بعدهم الفعل فين في الانفينيتيف اللي هي مجموعة الافعال الناقص يعني لو جاء كده قال لي في السؤال do they cut down that reason السؤال بادئ بيدو معنى هل والاجابة yes او no وبجيب اقول yes يجب بعدها الفعل they وبعدين الفعل مساعد do والعكس اللي هو اجاب لي في الاجابة yes they do او no they don't هجب اسأل السؤال هابتقى بالفعل المساعد اللي هو do وبعدها الفعل وبعد الفعل باجي بالفعل الاساس طبعا دوبك وبعدها الفعل فين في الانفينيتيف نخلي بلنا كمان من are you are you لو جاء في السؤال وبنجي نجاوب نقول yes we تتحول ل i و i هتتحول لامي هيبقى ايجابة yes i am او no i am not اما لو we you اللي معناها انت او انت او انت او انو بتحولت ل we طبعا we بتاخد الار يبقى ايجابة yes we are لكن ازا ما قلش نعدي في الاجابة يسونه يبقى السؤال هنا في الحالة دي هيبدأ بادات السفهام واادات السفهام لو انا اللي هاسأل سؤال عشان نعرف الخطوات بيجي بعدها فعل ومساعد زي الافعال المساعدة اللي سأيلنها وبعدين فاعل وبعدين فاعل اساسي طب ادوات للسفهام what when اللي بتتحول عن الوقت where بتتحول عن المكان how how often كما عدد المرات وبتجي في الاجابة طبعا لو كلمة once twice three times اللي هي عدد المرة how many بتتحول عن العدل وبيجي بعدها اسم معدود جامع زي وقلنا how many apples كما عدد التفاحات هنا دي كلها اداة السفهام ويجي بعدها عدد الخطوات الفاعل المساعد والفاعل 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 الاساسي who's how much طبعا how much بمعناها كم سمن او كم الكمية اللي بدنا مقامل ملحوظة مهمة ان السؤال ممكن يكون ثلاث خطوات او اربع خطوات اللي هي اداة السفهام وفاعل ومساعد وفاعل بس اداة ثلاث او اداة السفهام وفاعل مساعد وفاعل وأساسي يبقى السؤالة هيبقى اربع خطوات هاجه اسأل سؤال عليها او وبعد نفعل مساعد is وبعدن نفاعل it وبعدن نفعل اساسة it نجيب السؤال هنا اربع خطوات لكن لو قلنا في الاجابة مثلا. يعني زيلة الغبات طب هنا is جاي فعل الوحدها مش فعلين اتنين فى الحالة دي هنجيب what وبعدن نفعل مساعد is وبعدن نفاعل it وطبعا ابعوت ده البربزشن حرف الجر فى اذا السؤال هنا بقى تلات خطوات ممش فى فعل اساسي يبقى ازا وزيها ممكن يجي بعدها فاعل وبعد الفاعل مايجيش فعل او ممكن يجي حرف جر او اسم او صفة. عندما بعد ادوات للتفهام هو. هو قدما لما تسأل عن الفعل العاكل لما تسأل عن المفعل العاكل. لو سألت عن الفعل العاكل لا يتتبعش معانه خطوات السؤال. يعني هجيب بعدها الفعل والمفاول عاطل. يعني همقل هو نجي نجاوب نشي لهم هو وحmates فعل عاكل. ولو العكس اده فعل عاكل وعايز اسأل عنه هنشيل الفاعل العاقل ده ونخط ما كان هو واجب الفاعل والمفاولة عشان ما يدد واجب في سؤال هو لكن لو هو بتسأل عن مفاول عاقل بدأ معها خطوات السؤال عادية يعني اقول اي مت علي يا صدي انا قبلته علي بالامس هنا علي ده مفاول عاقل عايز اسأل علي سؤال يبقى اجيب هو ادي تتسفهم الفاعل مساعد هنا عشان ده فاعل في زمن الماضي هيكون دد وان اي هتتحول في السؤال ليقول فاعل وعن فاعل اساسي ميت بعد كده سؤال وي لماذا هو بيسأل عن السبب وفي الاجابة بنقول بيكوز لان واجب بعدها جملة او ديس اس بيكوز واجب بعدها جملة نخلي بالنا من بعض التعبيرات زي كلمت شور يسوف كورس دات سأجد ايديا ديو كلها بتاعنا الموافقة وطبعا منجبها في بعض الحالات مش شرط ان انا اقول فاها ياس وما نيجي ننهي المحاسة بنقول ثانكيو او والتاني الطرف التاني بيقض علي يقول يوار ولكم نخلي بالنا كمان من السؤال ده لو قال لي هل انت تعتقد يبقى لي كمان من ملحوظة مهمة جدا لو جملة جاية فهيها فعل اساسي بس وما فيش معها فعل مساعد في الحالة دي وانت تعطوه المغمض هتجيب الفعل المساعد في السؤال اللي انا هجيبه اللي بيجيب بعدها استفهام لاما دو او داز او دد دو بجيبها مع زمن المدارة البسيط مع الفعل الجمع وداز مع الفاعل المفرد في المدارة البسيط لكن لو الفعل في الجملة في التصريف التاني يبقى هنجيب دد مع الفاعل في زمن المدارة البسيط ونخلي بانا سواء دو او داز او دد جيبتهم في السؤال هيجيب بعدهم فاعل وبعدين الفاعل اساسي اللي بيجيب بعدهم بيكون فين في الانفينيتف طيب ناخد المسال اي لايك ريدنج انا احب القراءة اني جي نقوله ماذا انت تحب السؤال بتاعها وات طيب هنا مفيش فعل اساسي نجيب ايه دو لان اي فاعل في المدارة بتعمل معاملة الجمع يبقى نجيب الفاعل اللي هتحاول ليه يبقى وات دو يو لايك ده هنا لايك في زمن المدارة والفاعل المدفل اس وهي مفرد يبقى الفاعل مساعد داز يبقى وات داز هي لايك وطبعا هنشيل الاس لان لايك الفاعل بيجي بعد داز يكون في الانفينيتف لكن لو في زمن البسط اي لايك ريدنج لايك تققى ده بسط تصريف تاني نجي نسأل السؤال يبقى وات دد يو لايك جبنا دد عشان انا للفاعل في التصف التاني وعدها الفاعل ولايك جبناها فين حاولنا الفاعل للانفينيتف بعد دد دي قطة اقول لكم على مجموعة من الحاجات اللي هتساعدك انك تختار اداة السؤال اداة للصفهام ازا كتلاقيت في الاجابة كلمة باوندس اللي هي الجني او دولارز او سواء علامة الجني اللي هي ليفر الجبشان اللي هي اللي اي او علامة الدولار يبقى على طول انا اداة للصفهام اللي انا هكتبها هتكون هاو ماتش نجي للحاجة الملحوظة التانية لو عندي في الاجابة كلمة فور اللي هي معناها لمدة زائد فترة زمنية يعني مثلا قال لي اي وز دير فور فور ديز انا كنت هناك لمدة اربعة ايام جابي لمدة زمنية هول يبقى هنا السؤال هاو لونج كامل مدة اداة الاستفهام طب بعد اداة الاستفهام بجيب فعله مساعد ما هو موجود عنده ووز يبقى هاو لونج ووز اه بس هنا نسينا حاجة عندي الفاعل اي واي بتتحول في السؤال ليو ويو مش بتاخد ووز يبقى يو هتاخد وير يبقى هاو لونج وير يو ونكمل تكملة السؤال ذير وحنا طبعا قلنا انه ووز ووير وام وز وار ممكن يجي بعدهم فاعل وما يجيش بعدهم فاعل اساسي كامل المدة اللي انت كنت فيها هنا لو قال لي مسلا السؤال بطرقة تانية والاجابة اي ستيت انجلاند فور انا قمت في انجلترا لمدة سكس ويكس ست اسابيع اداة فور ومدة زمنية بقى السؤال برضو هاو لونج اداة الاستفهام احتاج بعدها فاعل مساعد هنا start الزمن الماضي بسيط يبقى الفاعل مساعد وعكده الفاعل اي هتحول في السؤال ليو بعد الفاعل الفاعل الاساسي هيكون stay وطبعا هنشيل الed ليه لان الed لازم انيجي بعدها الفاعل اسفين في الinfant الملحوظة اللي بعد كده لو لقيت في الاجابة كلمة once اللي هي معناها مرة واحدة twice مرتين three times او four times ثلاث مرات يبقى هنا اداة الاستفهام اللي هيستخدمها هي how often كما عدد المرات الملحوظة اللي بعد كده لو عندي في السؤال عدد وبعد العدد اسم معدود جامع يبقى هنا اداة الاستفهام اللي هيجبها how many واجب بعدها الاسم جامع اللي هو المعدود اللي مكتوب بعد الرقم يعني مثلا لو قال لي في الاجابة I had three couples انا تناولت ثلاث فناجية يبقى اداة الاستفهام how many كما عدد واجب بعدها الاسم المعدود جامع هنا three couples ثلاث فناجين يبقى السؤال how many couples كم عدد الفناجين ويدو كلها على بعضها اداة الصف ه طب هنا I had زمن الماضي بسطة الصف تانية تناولت في الماضي يبقى الفاعل مساعد did وكده الفاعل I هتحول في السؤال ل you وبعد الفاعل الفاعل الاساسي عندي هنا had يبقى في السؤال infinitive بتاعها يبقى اسمه have لان دابوا عن did لازم نيجب بعدها infinitive يبقى how many couples كم عدد فناجين did you have التي تناولتها ودلوقت بقى نبدأ نحل عدد من المحادثات what do you think of that factory what do you think معناها ما رأيك ما رأيك في هذا المصنع قال له اجابة وبقى قال له هاو افرد على الرغم من ذلك هاو افرد زي باط لكن يبقى في تناقض it realizes a lot of pollution انه يطلق الكسر من التلوث يبقى مقول له عما لأك نبت على الرغم من ذلك يبقى معنى كان في تناقض يبقى ممكن يكون المصنع ده جديد it is new هو جديد ولكنه على الرغم من ذلك بيخرج كسر من التلوث سبعك يسأل له سؤال قال له no it doesn't لا it uses fossil fuels هو بيستخدم الوقود الحفري يبقى السؤال هيكون عشان قال له no يبقى العكس هل هو بيستخدم وقتاقة متجددة قال له لا ما بيستخدمش طاقة متجددة ولكنه يستخدم وقت حفري طب هنا هنسأل الفاعل المساعد والفاعل هل هو بيستخدم والطاقة المتجددة اسمها ايه renewable energy بعد كان سأل له سؤال how can it stop producing pollution كيف يمكنه ان هو يوقف التلوث طيب عشان احدد الاجابة نكمل كلمة مع بعض قال له you are right انت عندك حق solar power الطاقة الشمسية او طاقة الشمس environmental friend اللي هي طاقة مصاحبة للبيئة او ما يقدمرش البيئة يبقى ازا هو قال له ان احنا نستخدم ان المصل عاية ممكن يستخدم الطاقة اللي هي الشمسية يبقى يقول بقى ما جاء جاوب ها وكان it فين الفاعل it هابدأ بالفعل it وعدين الفاعل كان stop هو يستطيع ان يوقف التلوث stop producing pollution دي جايبها منين من ورسل السؤال بس اللي جابة اي بقى نكتبنا هو by using بواسطة استخدام solar power الطاقة الشمسية وينفع اكتب الاجابة على طول مباشرة اكتب ايه by using solar power باستخدام الطاقة الشمسية ناخد محادثة تاني سامي عند هاني are talking about spending day free time سامي وهاني بيتحدث عن قضاء وقت الفراغ بتاعه فسامي بسأل did you begin your summer holiday هل انت بدأت اجازة الصف بتاعتك طبعا لما تكون السؤال يبدأ بفعل مساعد زي دي بقى الاجابة yes or no بقول yes واجب الفعل you هيتحول ل i واجب الفعل مساعد لعنة في السؤال اللي بيقف الاجابة طبعا انا جبت i yes i did عشان لما تكمل بيت المحسسة هتعرف ان هو بدأ الاجازة بقى هسأله سؤال ام هاني قال له i spent my time reading stories and plays انا بوقت الوقت بتاعي فيه كرائة الكتب والمصرحات اللي يجي السؤال بقى ان هسأل عليه بدأ ما فيش صلوف الاجابة بالسؤال هبدأ بأداة الصفاة طبعا انا عايز اداء استفهم هقول له كيف انت تقديق الوقت بتاعك how اداة الصفاة طب اداة الصفاة طب اداة الصفاة بيجي بعدها فعل مساعد هنا spend زي ما المدرع بسيط يبقى الفعل المساعدة هيكون عشان اي جامع بتعمل في الموضوع معاملة الجامع. وبعد كده اي هتحول في السؤال يو يبقى لكده استفهام فعلا مساعد فاعل. وبعد الفاعل بجيب ايه الفاعل الاساسي اللي هو كيف انت تقضي يور طايم. طبعا ماي في الاجابة بتحول ليور في السؤال كيف انت تقضي وقتك. بعد كده سألو قال له where do you read the source and please انت بتقرأ الكتب والمصرحة. انت فين قال له اي read the source and please in the library وقرأهم في المكتبة. سألوا سؤال قال له في الاجابة I got the library. انا ازهب الى المكتبة once اوي زي ما شرحت لكم. كلمة once معناها مرة واحدة. يبقى السؤال بتاعها على طول وانت مغمض how often كم مرة? او كم عدد المرات? بعد كده نفس الكلام اللي انا عملته هناك. جو زمن مضارع. يبقى اداة استفهام اوفن بعدها الفاعل مساعد دو. بعدين الفاعل اي هتحول ليو. وبعدين الفاعل الاساسي جو. وكمل. مرة انت تذهب? go to the library. تذهب الى المكتب. ودي محافظة بنسويف. عندي طبعا التوبك. تامر انت عمر are talking about reading. تامر وعمر بيتحدثوا عن القراءة. فترجو له where are you going عمر? اين انت تذهب الى عمر? يا عمر. الجاوب. وقال له to read a book. يبقى ازا هو بدان في where? اين? يبقى يقول له انا اذهب الى فين? الى المكتبة. كي اقرأ الكتب. يبقى هنا يوضح تحول لها are. وده زي ما المدرع مستمر. I'm going. يبقى اقول له في الاجابة. I am going. انا اذهب. فين? يجب ما يجب بقى مكان. to the library. اذهب الى المكتبة. عشان اقرأ كتاب بقى كنسأله سؤال قال له انا بحبها كتير ايه ليه بحبها هي هوايتي المفيدة هوايتي المفضلة بدان في اس ونوف الاجابة يبقى السؤالها يبدأ بفعله مساعد طب لايك زي ما المدرع بسيط يبقى الفعل المساعد بتاعها هيكون لان الفعل جامع واي بتتحول ليه طبعا الفعل المساعد بيجي بعده فعل زي ما شرحنا وبعد الفعل الفعل الاساسي وبعدين المفعول الابوجيكت هل انت تحب القراءة بعد كده اسأله سؤال is reading طبعا السؤال بدي ب is يبقى بفعل المساعد معنا هل هل هي مفيدة هيقوله yes وبعد كده ريدنج ده فعل رعاكل ومفرد يبقى بما كان هايد في الاجابة وبعد ما يجب الفعل المساعد اللي في السؤال بيجوه في الاجابة يبقى yes it is نعم كذلك ديالوك باسم اسكس حسن about his handbag to boot last night يقول لباسم بيسأل حسن عن شنطة اليد بتاعته اللي هو اشتريها ليلة امس وبقوله هلو باسم وتكون هندباجية لها من شنطة رائع ام حسن هيقوله هلو باسم طبعا هيشكره ممكن يقوله thank you شكرا بعد كده سأل سؤال قال له I put it last night انا اشتريتها ليلة امس بس سؤال طبعا متى انت اشتريتها اسأل عن وقت وين وطبعا بوت زيما الماضي بسطة يبقى الفعل المساعد و I هتتحول ل you يبقى when did you وطبعا ندبك بعد الفعل في why it امتى انت اشتريت واجه سأل له سؤال قال له 500 pounds هي ب 500 جنيه يبقى السؤال كم سمنها وكما السمن اسمها ايه how much is it كم سمنها احمد و عمر احمد و عمر يتحدثوا عن ازالة الغابات دي وان الموضوع اللي بيتكلمه عن احمد سأل هلو عمر مرحبا لعمر what are you doing وماذا انت تفعل الان قال له I am reading a book about انا بقرأ كتاب عن ثم هو لسه ايه اللي هو about deforestation يبقى الاجابة هي ايه deforestation بعد كده احمد سأل سؤال امقال له في الاجابة deforestation means ازالة الغابات تعني that there are four trees in reinforce انه يكون هناك عدد اشجار اقل في الغابات طيب اذا ما فيش يسمعه هناه في الاجابة يبقى سألها يبدأ بها دات السفهام وهدست تفهم انها تبقى what يبقى ماذا تعني كلمة deforestation هدست تفهم او الحاجة what طب انا عندي كلمة mean زمن مضادع وفي s يعني الفاعل مفرد يبقى الفاعل مساعد does وبعد الفاعل مساعد باجي الفاعل اللي هو كلمة deforestation ماذا تعني كلمة deforestation وبعد الفاعل باجي بالفاعل الاساسي اللي هو كلمة mean بس طبعا mean باجيبها في الانفينيتي فنشيل الاس ل لان does لازم ان يجي بعدها الفاعل في الانفينيتي بعد كده اسألوها السؤال قال له is it dangerous for the environment هل هي خطيرة على البيئة اللي هي ايه ازلت الغابات طبعا هي معروف انها خطيرة وكمان قال لي بعدها the damage the natural habitat of many animals يبدو تدمر الكثير من البيئات الطبيعية لكثير من الحيوانات يبقى لاجيابة طبعا yes وبعد الفاعل المساعد طبعا بعد yes باجيب الاول الفاعل وبعدين الفاعل المساعد يبقى yes it is نفس الفاعل المساعدة في السؤال باجيبه فين في الاجابة محادثة تانية حسن and selma are talking about climate change حسن وسلمة يتحدثون عن التغير المناخي باعرفت التوبك الموضوع اللي بيتحدث عنه فحسن بيقول له هاي selma مرحبا سلمة how are things ده على التعبير معناه كيف الحال زيها بالضبط زي how are you كيف الحال قد له fine thank you يا انا بخير شكرا ثلاث سؤال what do your science teacher talk about today مدرس العلوم اللي هرده تحدث عن ايه طبعا هي هتتكلمه طبعا احنا هتكلمنا هنهما كانوا بيتحدثوا عن ايه عن التغير المناخي يبقى بتأكد هو تكلمها عن التغير المناخي لان حتى بعد كده سأل سؤال فقامت قايت له climate change مين التغير المناخي يعني كزا يبقى ازا الاجابة اللي هي قالتها اللي هي قالتها هتقول له ايه climate change يعني التغير المناخي وطبعا لو عايز اكتب اجابة بطريقة تانية اجبها من السؤال هنفين الفاعل اللي هو your science teacher هقول بقى هي اللي هو مدرس العلوم talked بس في الاجابة كلمة talk هنخليها في الماضي لان ديت بتدولها على الماضي يبقى لازم ان تخوني الاجابة في الماضي هي talked ابوت هو تحدثها عن وكتب بعدها ايه climate change التغير المناخي ما كان سألها سؤال هيتلو climate change means التغير المناخي يعني يبقى السؤال ماذا يعني التغير المناخي يبقى لازم تفهم what طيب هنا التغير المناخي ده اسم مفرد وهي هنا في s للفاعل يبقى الفاعل المساعدة هيكون does وبعدين الفاعل climate change والفاعل الاساسي مين هنجيبه بس نشد منه ال s عشان does لازم انيجي بعدها الفاعل ايه من غير s infinitive ماذا يعني التغير المناخي بعد كده هسأل سؤال what can scientists do to face this problem ماذا يفعل العلماء هنا to face معناها لكي يواجهوا ده هنا فاعل ماذا يفعل ما له يواجهوا هذه المشكلة ممكن مثلا نقول كده they اللي هما العلماء السببها سينتسل العلماء ونجيب can هم يستطيعوا مثلا وليكن يحذروا الناس warn people نجد لسؤال situations المواقف عشان تحل السؤال ده لازم ان تعرف ملحوظة مهمة جدا لازم ان تحدد المطلوب منك بدق هل المطلوب منك انك تسأل انت سؤال ولا المطلوب منك انك تجاوب عن تجاوب طب اعرف ازاي اذا كان مطلوب مني اسأل ولا اجاوب لو قل لك اي حاجة من التلاتة دولا ask your friend اسأل صديقك أو you ask your friend انت تسأل صديقك أو you want to know انت تريد ان تعرف اي واحدة من التلاتة دول معناهم ان انت اللي هتسأل فبيجيب لي بعدهم مثلا ask your friend what او when يكتب لي اداة الاستفهام لو قل لي بعدها اداة الاستفهام يبقى مطلوب منك انك تسأل السؤال باداة الاستفهام اللي هذكرها لك دي زي ما هنشوف دلوقتي فيه الامثلة اللي هنحلها لكن لو جي قال لك ask your friend if لو قال لك if يبقى مطلوب منك انك تسأل سؤال يبدأ بفعل مساعد يعني معناها وانحنا طبعا شرحنا لكم شوية في المحادسة الافعال المساعدة do does did is are has وهذا الحاجة اللي شرحنا لكم ففي الحالة دي هتسأل سؤال بفعل مساعد يعني مثلا لو قال لك are you ask your friend انت تسأل صديقك if he have used a telescope before هل هو استخدم التلسكوب من قبل اسأله اذا كان استخدم التلسكوب يبقى معناها ان هو عايز اكتسأل سؤال بمعنى هل زي ما قلنا you ask your friend يبقى مطلوب منك تسأل السؤال ايه نوع السؤال قال لك if يبقى السؤال هيبدأ بفعل مساعدة تماما هو رزاقا له have we used لزمان مددع تام يبقى الفعل المساعدة هو have والفعل طبعا هنا انا ما جاء اسأل صديقي هقول هل انت هو بقول لي اذا كان هو لكن لما انا جاء اكلم صديق هقول هل انت يبقى هي هتتحول you have you ever used بجيب بقى التلسكوب التالت التلسكوب هل انت استخدمت التلسكوب قبل ذلك تماما نخلي بالنا من ملحوظة مهمة جدا في طلب اكترى بيطلق بطلق بطلق فيها يو قال لي you are asked معناها طبعا احنا خلنا درسنا الباسف لوا are زائد البص بزائد التلسكوب التالت معنى كده ان الصديقك بيسألك انك هتجاوب هنا مش مطلوب منك تسأل سؤال ده مطلوب منك انك تجاوب بس اجابها في استغرأة المبني لما قول انت تسأل كمان لو قال لي your friend ask you يعني برضو صديقك بيسألك يبقى كلمتين دول بمعنى واحد والمطلوب منك ان انت اللي تسأل صديقك او تسأل السؤال تاب ناخد بها امثلة ونشوف المواقف ناخد عدد كبير جدا من المواقف تغطلنا كل الحاجات اللي عندنا في المنى طبعا اصلا بيجي يقول لي write what you would say in each of the following situation اكتب ماذا يتقول في اي مواقف من هذه المواقف لو جيسألني عن الرأي يعني قال لي مثلا you ask your friend about his opinion اسأل صديقك عن رأيه المطلوب منك تسأله اول بس رأيه في ايه مثلا وليكن النيزك ليك بحيرة النيزة في الحلقة دي انا هقول له سؤال من الاثنين دولان what's your opinion of ما رأيك فيه ماذا تعتقد فيه طبعا الاثنين دولان بمعنى ما رأيك وبعدين هتقول له اسم الحاجة اللي هو قال لي عليها مثلا هو قال لي النيزك ليك your friend asks you about your opinion about studying online بيقول له صديقك بيسألك عن رأيك في الدراسة عبر الانترنت او يقول له مثلا your friend asks you what you think of ماذا انت تعتقد فيه سواء هنا بقى صديقك بيسألك ماذا انت تعتقد او بيسألك عن رأيك طبعا الان هجوب بقى بيسألنا عن رأي اقول له in my opinion في رأيي واعملكم واجب بعدها جملة هو بيكلمني عن رأيه في ايه studying online طبعا ما بقى اكتب جملة subject verb فاعل وفاعل او in my في رأيي اقول له انا اعتقد واجب بعدها جملة studying online is amazing خلي بالنا كمان ان لو جال مواقف عن الadvise النصيحة لو انا عايز انصح حد اقول له i advise you ان انصحك واجب بعدها ايه ان انت تفعل كذا بس i advise you بجب بعدها to infinitive او اقول له you should انت انبري واجب بعدها to لو انصح انه يعمل حاجة او لو انصح له ما يعملش يبقى you shouldn't انت لا ينبري واجب بعدها to infant طب نشوف مثال انت انبري انك تستخدم واجب بقية الكلام اللي عندي كمان لو جاء لي في مواقف عن الهوبيز الهوايات او ال الاهتمامات فيه تعبير مهم جدا عايزينكم تحفظه اسمه i'd like to معناها انا اود ان يعني مثلا بيقول لي you are asked if you would like to write you would like to work in the media اذا كنت انت بتحب انت تعمل في مجال الاعلام اقول له ايوة انا بحب اعمل في مجال الاعلام لانت انت بتسئله فهتجاوب انا اود اسمها ايه اللي سألناه i'd like to واجبه للفعل اللي عندي والتعبير work in the media ان اعمل في مجال الاعلام you are asked about your dream job انت بتسئل عن حلمك الوظيفة اللي بتحلم به اقوله برضو i'd like اواجب بعدها ال infinitive to be انا اود ان انا اكون a doctor doctor you want to know انت تريد ان تعرف انه مطلوب منك انك تسأل سؤال هنا واجب له ادلس فهم what يبقى اسأل سؤال اللي يبدأ بwhat what your brother's dream job ما الحلم بتاع الوظيفة بتاعت اخوك يبقى اقول له ايه what is واجب له هنا your dream job او نسأل سؤال على التعبير اللي عندي ده would you like يبقى what والفعل المستعد يبقى would وبعدها الفعل you وبعدها الفعل like to be what would you like to be ماذا تود ان تكون لو جينا بقى نتكلم على موافقة حد فراي او الاختلاف معه فراي لو انا موافقة حد فراي ايقول له i agree with you انا اتطافك معك او موافقة لكن لو انا مختلف مع فراي يقول له i don't agree with you انا مش متطافك معك i disagree with you انا لا اتطافك معك فراي او انا اختلف معك او انا اختلف معك تب نشوف اكزامبيل مثال your friend think solar energy is bad for environment environment يقول لك اخوك بيعتقد ده و جي تنظره ان التعبير الشمسية ضرب البيئة you disagree انت مش موافقة ويقول له ايه i don't agree with you انا لا اتطافك معك او i disagree with you ممكن اكتب بعدها جملة تانية عكس اللي هو بقوله هو بقول ان التعبير الشمسية ضرب البيئة انا اقوله بقى ايه solar energy is useful ان التعبير الشمسية تكون مفيدة او is good تكون جيدة طب لو قل بقى جملة طلب مني ان انا ابين ان انا مختلف معه في الرأي يعني مثلا يقول له ايه your friend think that burning fossil fuels is bad بيقول لي صديقك بيعتقد وجهة نظره ان حرك الوقت الحفري يكون ضار you agree انت موافق فانا هقول له ايه i agree with you انا اتطافك معك وبعدنا اجب التعبير اللي هو اللي هو burning fossil fuels او اللي هو burning fossil fuels is bad يكون ضاره ممكن اكامل اقول له for the environment بالبيئة نكمل بابية المواقف you are asked اتفقنا خلاص are asked معناها انت بتسأل حد بسألك how to help nature هو بسألك كيف يمكنك ان تساعد الطبيعة او تساعد البيئة سواء لنتشر الطبيعة او environment البيئة الاثنين بمعنى واحد اتقول له i can help nature انا استطاع ان انا اساعد الطبيعة by planting more trees عن طريق زراعة المزيد من الاشغر you are called you ask your sister لاحظينا كلمة ask المفرد انت بتسأل بس نكمل كده to turn off fan يبقى ask هنا معناها يطلب انت بقى هتطلب من اختك انت هتطلب من اختك انها هتطفل المراحة او تطفل المراحة فقول لها طبعا نقول له you are called you هحاولها i يقول له i am called انا بردان could you هل بي امكانك لو زمحت turn off the fan please ممكن تطفل المراحة ومن فردك طيب نشو بعد كده ask your friend اسأل صديقك خلاص كده مطلوب منك تسأل about the use of satellites عن استخدام الاقمار الصناعي طبعا انا مطلوب مننا اقول اسأل سؤال هقول ايه what is the use of استخدمت what is it استفهام زي ما شرحنا في المحاجسة وبعدها الفعل مساعد is وبعدها ندخل لها فاعل اللي هو the use of satellites ماذا يكون استخدام الاقمار الصناعي what are the satellites used for طبعا هنا بقى بطبيقة تانية بقول له ما الاقمار الصناعية تستخدم لحولتها الاسلوب passive تستخدم لي الفعل مساعد R وهنا طبعا المفول و بعدين بص بتصريف التالت في ماذا تستخدم الاقمار الصناعي your friend asks you about your visit to the red sea coast يقول له صديقك بيسألك عن زيارتك الى ساحل البحر الاحمر فاقول له طبعا يرحل حولها في الايجابة my يبقى قول له my visit to the red sea coast زيارتي الى ساحل البحر الاحمر وكل ده تعتبر فاعل ما لها فين الفاعل was amazing كانت مدهشة was nice رطيفة was wonderful رائعة ايه صفة من دي هتنفع a friend of you ده تعبر معناها your friend اللي هو صديقك فبيقول لصديقك wants to know يريد ان يعرف ده هو اللي عايز يعرف يعني هو اللي يسألك how he can get to the nearest hospital كيف يمكنه ان يذهب الى اقرب مستشفى وطلب مني ان انا اوضح له العنوان يعني ممكن اقول له go along this road امشي مباشرة على طب في هذا الطريق and turn left وستدليل اليسار حول ناحية اليسار the hospital is on the right هتلاقي المستشفى على اليمي او ممكن اقول له بطرقة تانية go straight امشي مباشر it is on the left هي على اليسار مثلا you ask your friend how to reduce the pollution قلنا هنا انت بتسأل صديقك طب هتسأله كده مطلوب منك تسأله وبعدين احدد لقادة الاستفهم هاوي بقى انا اسأله صديقه طيب كيف يمكننا ان نوقف او نقلل التلوثي باول حاجة طبعا درسنا خطوات السؤال تستفهم how الفعال المساعدة كان كيف يمكننا او كيف اننا استطيع وبعدين الفعل we وبعدين الفعل الاساسي والمفهول reduce the pollution how can we reduce the pollution طبعا لازم ان تكون السؤال بالخطوات اللي احنا عارفين you are asking اه ده مطلوب منك انك تسألي انت اللي بتسئل هو يسألك ونت تتجاو تبهت السئل عن ايه about the advantages of renewable energy عن مميزات التياقة المتجددة يبهول له ايه بالسئل عن رأيي in my opinion في رأيي واعملكم واجيب جمل مثلا it is cheap and sustainable هي طاقة رخيصة وطاقة مستدامة you are asking تبهت the disadvantageous انت بتسئل عن عيوب of climate change التراير المناخ او بدا هي disadvantageous يقول لي انت بتسأل about bad effects الجوانب السلبية of climate change للتراير المناخ طبعا هنا اسألنا عن المميزات هنا بتسئل عن العيوب هولو برضو in my opinion في رأييي واجيب حاجة تكون تبين الضار بتاعت it causes floods هي بتسبب الف ايضانات او اي حاجة انت it's bad for the environment يعني ممكن نكتب هنا it is bad هي ضارة for the environment بالبيئ هاي بنكمل your friend ask you about a day trip to wadi الوشواش يقول لي صدق بيسألك عن رحلة لمدة يوم الى واد الوشواش طب لما جاء اكتب خلي بالك التعبير اللي عندك تستخدمه زي ما هو يعني انا بسيل عن رحلة الى واد الوشواش هقوله نفس الكلام عديت ربتوا واد الوشواش رحلة الى واد الوشواش وكل دا تعتبر ايه فاعل واجب بقى فاعل وصفة تبين is very nice يقول لطيفة is very amazing is very interesting رحلة شيقة رائعة اي صفة انت عايزة you ask your friend انت تسأل صديقك طب انت هتسأل تبقي ايه هتستفهم اللي اسألها له where caracals live اين يعيش حيوان الوشق او حيوان اللوكت الباب يبقى مطلوب الناس اسأل سؤال اين طب انا هتسأل سؤال بفعل مساعد انا بتكلم على حقائق العلمية يبقى زمان مضارع يبقى where do والفعل caracals والفعل sleep where do caracals live اين يعيش حيوان الوشق you are asking لكن لو انت اللي سؤلته انت بيتسأل where caracals live اين يعيش حيوان الوشق هجاء اقول له بقى انا جاوب caracals live بيعيش فين في بيئة الموشق طيب لو جاء اللي بقى someone help you شخص ساعدك to lift a heavy box عشان ترفع صندوق كبير او تقيل هقول له طبعا انا عاجز اشكر هقول ايه thank you your friend asks you about the forms of renewable energy صديقك بيسألك عن اشكال الطاقة المتجدد او يجي يقول لي السؤال بطرقة تانية give two examples اعطي مثالين of renewable energy الطاقة المتجدد او nine to kindness سمي نوعين of renewable energy الطاقة المتجدد كل دين معنا واحد هجاوب ايه اشكال الطاقة المتجددة او انواع الطاقة المتجددة solar energy and wind power يعني الطاقة الشمسية هو الطاقة الرياح طيب لو جي بقى بيقول لي طالب مني you ask your teacher انتك تسأل مدرسك about the forms of energy ده انا اللي عايز اسأل عن ايه عن اشكال الطاقة المتجددة او اشكال الطاقة هقول له what are the forms of energy ما اشكال تخلي بنا ان انا ممكن يسألني حاجات استخدم الجرامر اللي عنه يعني مثلا لو قال لي your teacher asks you صديقك او مدرسك بيسألك if بدام جايب if يبقى هو هيسألك سؤال بمعنى هل if you had a habit in the bus هل انت كان عندك عادة في المرضى تبقى انا هجاوب اقول له ايوة انا كان عندي عادة في المرضى يبقى ايه انا متكلم على عادة في المرضى يبقى ايه use to زائد الانفي واجب ايه فعال في الانفي انتك اعطيت هنا افعل I use to visit the counter site انا كنت معتدا ان ازور الري you ask your friend اذا بقى مطلوب منك انت انت هنا لا هتسأل صديقك if he used to play football اذا كان هو كان بيعتد ان هو يلعب كروة قدم يبقى مطلوب مني اسأل سؤال بمعنى هل طيب هل انت اعتدت في المرضى باسأل على عادة في المرضى يبقى did والفعل was to infinity did you used to هل انت اعتدت ان والفعل اللي واقع عندي جابه play football ان تلعب كروة قدم طب لو جت لحاجة عن price عن الثمن او السعر you would like to انت تودئا buy a share you wanted to know انت تريد ان تعرف عايز تعرف ايه هل سأل سؤال the price تريد ان تعرف السعر بس سؤال how much is the share كم سمن القميس اداة الاستفهام والفعل المساعد والفعل او يقولي السؤال بطرقة تانية you want to know انت تريد ان تعرف how much is it كم سمنه طبعا كم السمن اسمها how much هل بنا في حالة الاعتذار والتهنئة لو قل لي you apologize انت بتعتذر عن اي حاجة انت عملتها هقوله على طول ايه I am sorry طيب لو نجي في التهنئة لو قل لي you congratulate انت بتهني صديق فاس بجائزة أو فاس بمثابقة أو منافسة عمل جاي طيب لو جاء لي صديقك مما جاء سأل عن المشكلة أقول يعني ما المشكلة أو ما الأمر نجو عن الانفتيشن للدعوة لو قال لي مثلا أنت تدعو صديقك إلى أن يحضر حافلة عيد ميلاد تعبير ده أنا بقوله واجبت أدعوك إلى عيد ميلاد لو قال لي أنت تدعو صديقك إلى حفلة زباة أختك أقوله نفس التعبير أنا عايز أدعوك بس إلى من بقى حفلة زفاف أختي لو قال لي أنت بتقبل الدعوة من صديقك لو أنا هقبل الدعوة ده هناك أنا كنت بدعي إنما هو اللي بدعيني هنا هقول له إيه شكرا على دعوتك أو أقول له هذه فكرة عظيمة أو أقول له أنا أحب ذلك كلهم بحاجات بقولها في قبول الدعوة لو قال لي اسأل صديقك عن العجاب الطبيعية لمصر مطلوب مني أن أنا أسأل أقول له what are طبعا هو أدس الفاعل المساعد وبعد أجب ده الفاعل اللي عندي ده كله The natural wonders of Egypt ما العجاب الطبيعية في مصر ده رجاء قال لي someone asks you شخص بيسألك If you have to ride an unusual sport إذا كنت مارست قبل كده رياضة أو جربت غير معتدة طبعا مطلوب مني أن أجاب هو بيسألني إذا وأنا هجاب أقول له yes واجب بقى وهتتحول لأي واجب نفس التعبير اللي عندي بزاك زي من المطلقة قدام Yes I have to ride an unusual sport نعم أنا مارست رياضة غير معتدة ده لو جاء اللي بقى Ask your friend أنت هتسأل صديقك If he has to ride an unusual sport إذا كان هو مارس رياضة غير معتدة طبعا عايز أسأله وبعدام هنا جاب if عايز أسأله سؤال بمعنى هل يبدأ بفعاله مساعدة يبقى ده زي من المطلقة تام has والتصريفة بس لما جاء سأل صديقك هقول له هل أنت هيبقى هي هتتحول لyou وطبعا يوب تياخد have هقول له have you واجب بقى اللي عندي التصريفة تقيت tried an unusual sport هل أنت برس رياضة غير معتدة طبعا لو جاء اللي you want to end a speech أنت تريد أن تنهي حديث بتتكلم مع حد وعايز تخلص الحد سأقول له إيه I am sorry أنا آسف I must leave now بس كل سبب أنا يجب أن أغادر أو أمشي دلوقتي you are asking التفنى you are asking أنت بتسأل about your opinion of energy saving bulbs عن رأيك في اللمبات الموفرة للطاق يبقى لأول in my opinion في رأيي واجبت كلمة اللي هو قالها لي energy saving bulbs اللي هي اللمبات الموفرة للطاقة طبعا هنا بل بزدفاع الجم are useful for the environment تكون مفيدة للبيئة دلوقتي بقى نحل عدد من المواقف اللي جات لنا في مدحانات الأزهر السنة اللي فاتت في الترميتان عندي مواقفين هما الجنفة ومحافظة الأليوبية السنة اللي فاتت you ask your friend أنت تسأل صديقك about his or her opinion دللي احنا شرحنا بتسأله عن رأيه أو رأيه في about using solar farmers في استخدام المزارع الشمسية بقول له ما رأيك لأني مطلوب منها اسأل سؤالي what is your opinion of ما هو رأيك في اسأله عن رأيه في ايه قال له solar farmers في طبعا بس هنا بقول لي so using بقول برضو using solar farmers ما رأيك في استخدام المزارع الشمسية أو محطات توليد الطاقة الشمسية كده your friend thinks that صديقك بيعطاك دا وجة نظر there will be more tall buildings in 50 years from now إنه سيكون هناك مباني طويلة في 50 سنة من الآن في خلال 50 السنة قادمة you المطلوب مني بقى لازم نحدد ايه المطلوب ايه المطلوب قال لي you are you're not sure انت مش متأكد يبقى أقول له أنا غير متأكد اسمها ايه I am not sure أنا غير متأكد شوف الموقف النجوم في محافظة الشرقية في الأزرار السنة اللي فاتت your friend asks you الصديقك بيسألك بيسألك ايه how to show respect for nature كيف يمكنك أن تبدي أو تظهر الاحترام للطبيعة يبقى له ايه مثلا I can plant أنا أصلا أن أنا أزرع مور تبقى to show لكي أظهر respect for nature لاحترام للطبيعة what's your opinion بيسألك ما رأيك يبقى مطلوب منك ان انت هتجاوه بيسألك ايه رأيك في ايه of building a large solar farm عن بناء محطة شمسية near your house بالقرب من منزلك طبعا باين رأي او الايه زي ما قلنا فيه باين الرأي in my opinion في رأيي واعمل بعدها كما وكتب الجملة طيب هنكلم عن المحطة الشمسية the solar farm المحطة الشمسية ما لها is dangerous في رأينا تكون خطيرة وطبعا ممكن بدلا in my opinion اكتب ايه i think that انا اعتقد ان وهجيب نفس الجملة نشوف الجملتين الجمف ومحافظة البحيرة في الاظر السنة الفائدة your friend told you صديقك بيخبرك that his favorite team وان يسرق ان فريقه المفضل فاز بالامس يبقى انا هنية ممكن اقول له ايه congratulations طب لو جملة دي كبيرة وانا مش حافظها ممكن اقول له ايه great work ده عمل عظيم your teacher explained the meaning of a word المدرس بتاعك بشرح لك معنى كلمة تبقى المطلوب منك but you didn't understand لكنك لم تفهم تبقى عايزة بيين له ان انا ما فهمت اقول له ايه i am still confused ما زلت مرتبك او متحير هقول له بقى ممكن تعيد تاني او تقولها بطرقة تانية يبقى اقول له اسمها could you say فعنى مساعد فاعل فعلا اساسي ممكن لو سمحت تقول that هل يمكنك ان تقول ذلك in another way بطريقة مختلفة وطبعا ممكن بس اقول له ايه مستلكم في يوزدو ما زلتو مرتبكا او متحيرا تب واحد تاني يكتب طرقة تانية يقول له ايه i didn't understand انا لم افهم اهي استخدمت التعبير اللي عندي يوحولتها الايه ل i وانت نفسي التركيب i didn't understand اللي جاي في السؤال ونبدأ نفتكر مع بعض كده الجرامل بتاعنا كان عندنا unit seven الباسف اللي هو زمن المدرع البسيط كان بيجي الاول المفعول وبعدين ام وز وار والباسف بلتصب التصريف التالي طبعا بيستخدم لما يكون في حاجة بدلها على التقرير زي كلمة every year او every month لكن لو هو اجب في الامتحان وقال لي بدأ الجملة وقال لي the box اشوف الكتب الكلمة الاولانية دايما نبص عليها الكتب مش هتشتري ولكنها تشترى ودفع الجمع ايزان هتبقى زي دلتصريف التالي يبقى اربط الكتب تشترى every month كل شهر باكها كان عندي بالنسبة لي الباسف زمن المدر البسيط في الباسف في المبني المجهول كان بيبقى عبارة عن المفعول وبعدها وز او وير زي بلس الباسف بتصريد دلتصريف التالي طبعا لو الفعل مفرد او اي بتاخد وز ولو جمع بتاخد وير زي لو قلنا ايجب تو وز فيزيتد باي طب مص نجي نشوفه في الجملة الكلمة الاولانية ده مفعول بقى مصر مش هتنفع تزور نفسها ولكنها تزور تم زيارة طب وسط السياح العام الماضي طبعا بنام هنا فيه كلمة زمن ماضي يبقى المفرد هياخد وز زي تصريف التالي وز فيزيتد بعد كده بالنسبة لقاعدة ف للحالة الشرطية الاولى ف بيجي بعدها زمن المدرع البسيط لو الفعل جامع بيجي الفعل في النفي بتكون لكن الحالة الشرطية التانية بدل المضارع البسيط هيجي الموضة البسيط له التصريف التاني للفعل وبعد مش هتجي في الحالة التانية يعني لو لقيت هنا مضارع ف لو بلاقيت ماضي بسيط بقى جملة تانية هتكون وتخلي بالك من الجملة دي ان باتتخدم لكن في حالة النصيحة او في حالة حاجة افتراض عكس الواقع بناخد اي بدخل وراء اقول لو انا كنت مكانك او لو انا كنت انت داعك كده نصيحة اي وود يجب بعدها مثلا اقول ايه كنت اها زاكر دروسي معناها انا بكني انا بنصحك وقالك زاكر دروسك بس استنمتها عن طريق الحالة التانية كما نفتكر مع بعض اعتادا في الماضي اللي بيجب بعدها الفعل في الانفينيتف ولم يكن يعتاد في الماضي وبعدها الفعل في الانفينيتف خلي بدنا ان اسمها في الماضي لكن في حالة نافي بدأ اسمها didn't use وفي السؤال هتبقى did والفعل we used to والانفينيتف خلي بدنا ابن التركيب دوا اقول when he was young عندما هو كان صغير ده بيدل على الماضي بقى اذا العادة في الماضي هي use to هو اعتادا play tennis نويلعب تنس لكن لو جاء اللي بطناه لكن الان معنى كده ان هو معدش معتادي يبقى هتبقى اقول اياه عشان هنا الفعل مفرد يبقى he doesn't هو الان لا يفعل هذه العادة في المدارة لكن لو قلت he didn't use to هو لم يعتاد وطبعا الفعل في الانفينيتف ما يفعنش متعاود يعمل حاجة معينة مثلا زي ولا يكن play tennis but no لكن الان he does يبقى في الماضي لم يكن معتاد لكن الان هو يفعل he does كمان لو قلت when i was young عندما كنت صغير يبقى حاجة بتدل على الماضي يبقى انا اعتد I used to do play tennis اعتد ان انا العب تنس but no لكن الان طبعا انا اعتدت في الماضي يبقى انا لا افعل I don't نيجي ليه المضارع التام اللي بتكون من has or have هاي الصبعا مع المفرد وهاف مع الجامع ويجي بعدهم past participle التصريف التنزيم وال I have been to Paris هتلاقي have جايب بعدها P been هنا وطبعا من كلمات المضارع التام اللي بتدل عليه كلمة for ever لمدة او since او yet او already كل الكلمات دي بس سلمها مع مين مع المضارع التام وكمان كلمة ever اللي بتيجي في السؤال المضارع التام اللي المضارع التام اللي بتكون من has or have been plus verb plus I energy زي ما ايه I have been visiting Paris هتلاقي هنا have جايب بعدها been وبعدين verbo energy visiting الماضي التام بتكون من has plus possible تصريف التالي طبعا هاد بيجي مع كل الافعال من الحاجات المهمة بقى جدا في الماضي التام هي connectors الروابط عند after and as soon as والحاجات اللي بتدل على السبب اللي بيجي بعدهم سبب يا because and as اللي معناهم لان يجي بعدهم ماضي تام وجملة تانية فى المواضي البسيط او التصريف التاني لفعات معżenia في المواضي التام هاد زايد التصريف التالي والمواضي البسيط تصريف التاني لفعل لكن tell و check the until زيهم بيجي بعدهم ماضي تام لكن الجملة التانية فى تكون فى المواضي البسيط المنفي يعني الجملة لو في ال اكتف او المبنى المعلوم بتكون didn't زايد ال infinitive التصريف الاول بينو inve quin frameworksin لكن لو فى المبنى المجهول حتكون wasn't awareant ويجي بعدها الباسبر وتصوب النتصريف التالي after I have done my homework بعد ما عملت الواجب بتاعي هتلاقي after جاي بعدها هو ماضي تامي جملة تانية I watch TV. وبمكن after تجي في النص يعني اقول كده I watch TV. اجب جملة الماضي بسيط الاوي. وهنا اقول after في النص بقى I had done my homework. لكن خلي بقى لنا بقى. He didn't watch TV. هو لم يشاهد التليفزيون. Until or till he had done homework. حتى عمل الواجب بتاعي. يبقى until or till. جاي بعدها ماضي تامي وقبلها ماضي بسيط من. لكن when by the time before. الثلاثة دولة عكس after and as. يجي بعدهم جملة في الماضي البسيط وجملة التانية بتكون في الماضي التام. وزيهم so that's why. الحاجات اللي بيجي بعدهم النتاج اللي هي عكس because. يجي برضو بعدهم جملة في الماضي البسيط وجملة التانية في الماضي التامي. يعني مسلا اقول before I watch TV. جملة اللي بعدها ماضي بسيط. الجملة التانية تكون ماضي التام. I had done my homework. وممكن برضو before or when or by the time تيجي في النص. وهيجي طبعا بعدها الماضي البسيط وقبلها الماضي التام. اخر ملخوزة عن معاني خلي بالنا منها ان before ممكن يجي بعدها verb O ING لو ما جايش بعدها فعل. بس الجملة التانية بتكون في الماضي التام. يعني before watching TV هنا ما فيش فعل مفيش هنا فاعل. وانا بعدها فعل O ING هو watching. اللي حصل هتكون الجملة هنا ماضي التام. I had done my homework. لان الجملة التانية اللي بعد before بتكون في الماضي التام. وافتر لما يجي بعدها verb O ING ويكون ما فيش فاعل بيكون الجملة التانية فين في الماضي البسيط يبقى الجملة التانية للمواد البسيط الان زي ما هي. انا اقول after doing my homework بعد القيام بالوجب بتاع I watch TV انا شاهدته التلفزيون. في الافعال اللي بيجب بعدها هم plan decide need choose. دول اهم الافعال اللي بيجب بعدها و اهم الافعال اللي بيجب بعدها verb ing enjoy keep avoid. ودول اكتر حاجات بيقولنا في الامتحانات سواء tool infinitive او verb ing. عندها طبعا كان يوجد و بيجب بعدها اسم مفرد. ودير وير كان يوجد ويجب بعدها اسم جمع. وفي السؤال there was هيبقى اسمها where there. هل كان يوجد وهيجي الاسم المفرد. where there هل كان يوجد للجمع. عند بقى الاسلوب مباشر وغير مباشر. طبعا عندي اسلوبين اتنين. اسلوب مباشر اللي هو في علامات التنصيص. الكلام بيبقى جايب بين علامات التنصيص كده. لكن اسلوب غير مباشر مبقاش فيه علامات تنصيص. ونخلي بقى لنا بقى ان فعل القول فيه الاسلوب المباشر بيبقى say او say's. طبعا دوا يقول مدارة. مع الفعل الجمع ومع الفعل المفرد. وفي الموضع تبقى اسمها say. بس ده في الاسلوب المباشر والغير مباشر بس بشرط ما يجيش بعدهم مفعول. ما بقودش يقلمين. لكن لو جي بعد وما فعل في الموضع اسلوب المباشر بيبقى اسمها say two او say's two. حسب المفرد والجمع في المدارة. وفي الموضع دي بقى تقالة say two. لكن بالنسبة بقى الاسلوب الغير مباشر say two بتتحول لتيل او تيلز يخبر في المدارة واخبارها في المرض بتبقى اسمها told. طب نشوف المسال عشان نوضح الكلام ده عملي والطلبة يفعل. هيبا said I want to go to the water park. قول هيبا قالت انا اريد ان اذهب الى حديقة الحديقة المائية. هتلاقي هنا الكلام اللي هيبا قالت وبين علامات التنصيصة هوا يبقى ده كده اسلوب مباشر. وما بقولش هيبا قالت لمين? يبقى بقول said. ليه? لان ما فيش مفعول بعدها ما قلتش قالت لمين? لكن لو قالت لحد في الاسلوب المباشر هقول هيبا said to honey. هيبا قالت لهاني وهيجب برضو الكلام بين المباشر بين علامات التنصيص. لكن في الاسلوب الغير مباشر بتجيب بقى كلمة said لما يكون مفيش مفعول. اهو هيبا said that هيبا قالت انا she wanted to go to the water park. ان هي ارادت ان تذهب الى حديقة الملائكة. يبقى هنا said that اعرف زي ان هو مباشر. طبعا ما فيش هنا علامات التنصيص وفيه كلمة that. يبقى هنا قالت ان said that وهو بعدها مفعول. يبقى ازا said بتستدم في المباشر وفي الغير مباشر. بس لو استدمت في مباشر بيجي بعدها علامات التنصيص في غير المباشر بيجي بعدها كلمة that وما فيش علامات التنصيص. set to بتستدم في المباشر بس لما يكون بعدها مفعول. وطبعا بيجي بعدها الكلام اللي يتقال بين علامات التنصيص. نيجي بقى التولد. تولد بتصدم في الاسلوب الغير مباشر بس. وما يكون بعدها مفعول. يبقى ازا ستو زيها زي تولد بس ستو في المباشر وتولد في الغير مباشر. نقول هنا هبا تولد هاني هبا اخبارت هاني. ذات شي وونت تو جوتو دووت البرك انها ارض انتزب الى الحديقة المائية. هتلاقي هنا في بعد تولد مفعول اللي هو هاني. ازا لو في بعدها مفعول بتجيب ستو لو الاسلوب مباشر وتولد لو اسلوب غير مباشر. لكن طبعا لو ما فيش بعدها مفعول بجيب ست سوء الاسلوب مباشر او غير مباشر. خلي بقنا ان في اسلوب غير مباشر بعد فعل الكول الكلمات دي ان كان او اول افعال الناقصة بتتحول كان هتبقى could ول هتبقى would. with this بتحول للذات. this. those. here. they. tomorrow بتبقى the following day. yesterday بتبقى the day before. نجيب على الحل اسئلة على الجرامر طبعا بيجينا في الامتحان سواء الجرامر او المفرد بيجينا تشوز خمس جمال كلهم على الجرامر ويه اللي هي الفوكابلاري والاكسبراشن المفردات العلم. او اتنس بس the police the building is unfair. بيقول لي الشاهد يخبر البوليس ان المبنى يكون فيه الحرك او يحترك. طيب فينا اسلوب مباشر لان فيه علمه التنصيص وفيه مفعول. يبقى ازا لازم ان نستدم ايه ستو الشاهد قال ليه البوليس. طبعا ما ينفعش تولد لان تولد بس انه ما في مين في الاسلوب الغير مباشر. نشوف بقى الجملة دي. او اتنس بس the police that the building was unfair. نفس جملة بزبط بس انها بقى الاسلوب غير مباشر لان فيه كلمة ذات وما فيش علامات التنصيص. فبدل ستو هنستدم بقى في الاسلوب مباشر بقى اسمها طولد. يعني الشاهد اخبر البوليس. او اتنس بس the police the building is unfair. اه ده هنا الشاهد يقول مفيش ما بقولش ايه بيقول لي مين او بيخبر مين. يبقى ازا لما فيش مفعول يبقى كلمة said هي اللي بيصدمها. سو بقى الاسلوب مباشر او غير مباشر بدم ما فيش. نورها فاوند امستيك نورها وجدت خطأ. اس بيس لوقت. she had reared the answer. بعد ما هي اعادة خرائط الاجابة. طب لو بصنا هنا الجملة التانية had زائد possible possible التصريف التالت. وقاب لها ماضي بسيط. من طبعا after هي اللي بيجي بعدها ماضي تام وقاب لها ماضي بسيط. طب ليه مش until ما برضو بيجي بعدها ماضي بسيط لان until لازم ان يجي قاب لها ماضي بسيط. من في هنا ما فيش نافي بقى لازم ان تكون after. وطبعا بفور ما تنفعش لان بفور بيجي بعدها ماضي بسيط مش ماضي تام. after we speak useful information about the stars we did our research. احنا ان تكون to the museum. انا لم اذهب الى المتحف until i is best my homework. طبعا احنا عدد من until بيجي قاب لها ماضي بسيط منفى هوان ويبقى بعدها ماضي تام هاد زائد التصريف التالت يبقى had done. i didn't have lunch. is best i had returned to. طيب هنا انا عندي انا محتاج رابط وفي جملتين الاولانية في ماضي البسيط. did didn't. ماضي بسيط منفي زائد الانفين تصريف اول والتانية ماضي تام هاد زائد التصريف التالت يبقى ازان على طول وانا مغمد until هي اللي بيجي قاب لها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام. what yous best done before going to school. انا عندنا before. طبعا احنا عارفين before. بيجي بعدها ماضي بسيط او verbo ing. لكن لازم ان الجملة التانية تكون فين في الماضي التالي done. في المساعد had. what had you done. ماذا انت فاعلت. طبعا هيا جاي في صغيرة السؤال ان بيجي الاول الفاعل المساعد. وبعدين الفاعل وبعدين البسيط بالتصريف التالت. as soon as ماها is best tve. ومجرد ان ماها شاهد التلفزيون شي صريبت هنا. ما طبعا نعرفين as soon as بيسوى افطر والتنين بيجي بعدهم ايه ماضي تام وجملة تانية في الماضي البسيط قدامناها تصريف تاني. يبقى هنا محتاج ماضي تام يعني has زائد التصريف التالت يبقى بمجرد ان ماها ايه had watch tve. ما شاهدت التلفزيون هي نامت. before the match is best my school team has scored two goals. بول قبل ما المباراة تنتهي الفرق بتاعها يشجل هدفين. طب before جاي الجملة التانية بتكون في الماضي التام. والجملة اللي بعد بفور على طول بتكون في الماضي البسيط يعني محتاج تصريف تاني يبقى the match انا عندي هنا because. قلنا زيها زي افتر ان بيجي بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط. لا قبلها هنا ماضي بسيط. ودايمن الماضي البسيط بيتربط بالماضي التام يعني هيجي بعدها ماضي تام اللي هو هزا ادي التصريف التالت هاد left. شو يرين اس بيس شووز افرد. هنا عندي جملة اتنين وعايزها ربط بينهم بقول هيجرت. والتانية بقول هي كانت خائفة. هاو ايفر رغم زال كانت خائفة طبعا هاو ايفر ونفر دلز زي بعض ما فيش جملة فيهم تنفع. يبقى هيجرت لانها كانت خائفة جاي بعدها السبب يبقى الاجابة هي because. لكن بص الجملة بقى لو اتعكست اللي هيحصل شووز افرد هي كانت خائفة. اس بيس شيران عكس اللي فاتت. يبقى هيجرت كانت خائفة لزالك جاي بعدها النتيجة. ايه النتيجة اللي حصت انها كانت خائفة هي رين هي جرت. واللي هند اخبرتني انها هتعمل ليه في انجلترا? الاسبوع القادم. طبعا دي تعتبر كأنه قال لي نيكستويك في الاسلوب المباشر بتحول الاسلوب غير مباشر. يبقى هنتكلم على المستقبل الاسبوع القادم والو الانفينتف والو المستقبل في غير مباشر بتحول الوود. يبقى الوود. المحافظ قال انه طبعا دي اسلوب غير مباشر يبقى المدير هيتحول لماضي يبقى مباشر there will be over 50 new jobs. يقول سوف يكون هناك خمسين وظيفة. زمانجر قائمين لالكتاء المدير. طبعا في عندي علامات تنصيصة هي ان يبدأ اسلوب مباشر. وهنا ما فيش مفعول بيقول قال فلان لكن ما قال ليش قال لي مين. وبدان ما فيش مفعوله في الاسلوب مباشر يبقى على طول بنجيب مين سيد. بيقول هنا بقى المالك قال ان هيكون فيه عندنا حوالي 100 وظيفة جديدة العام القادم. المين اللي همين هنا فيه هنا قال ان هنا الاسلوب غير مباشر لان في كل مدات وما فيش اقواس. لان اسلوب غير مباشر يبقى هنقول شوف الاول فيه بعدها مفعول ما قال ليش قال لي مين. يبقى مش هتنفع طول. طب فاضل عندي سيد او يبقى هقول بقى المالك شرحة. هنا طبعا سواء طولد او تيلز او تيل التلازة لازم ان يجيب بعدهم مفعول يقول قال لي مين ما لش هنا او قال لي مين يبقى هيكون لاما يجيب سيد. في السيد هنختار اه ده هي بقول هي قالت ان اسلوب غير مباشر يعني الجملة اللي بعدها بتتحول للمواضي. وعند كلمة the day before زمن مواضي بسيط. والمواضي البسيط بتحول فيه غير مباشر للمواضي التامي. يعني انا عايز ايه? هاد زائد الباسبال تصريف الثالث. هاد وان. ده هنا بقى فيه مفعول بيقول قال لي مين يبقى المدرس اخبار التلميذ. وطبعا اسلوب غير مباشر هنستدم فيه كلمة تولد مش هينفع سيد ولا سيد تو. المدرس اخبار التلميذ ان يأتوا في الوقت المحدد. وهنا سيد ذات. مونة اخبارت او قالت انها ستذهب الى الحديقة المائية الجدد. طب هنلاقي هنا كلمة ذات وما فيش علامات تنصيص يبقى ده اسلوب غير مباشر. يعني الجملة اللي بعد ذات هتحول لزمن الماضي. طبعا عندي وانت مضارع وويل. طبعا ويل بتتحول وانت برضو مش هتنفع. طيب فضلا عندي بقى وانتد و هز وانتد. طبعا هز وانتد زمن مضارع مش برضو مضارع تلك مش هتنفع يبقى هتكون الاجابة ايه وانتد انها زهبت انها ارادت ان تذهب الى الحديقة المائية. بيقول لي المدرس اخبارها تلاميذ. ان الارض هتكون ايه? طبعا الارض هتكون دائرية. بس هنا عندي اسلوب غير مباشر. طيب هنا هنخليها بقى زمن ايه? خلي بقى لاحظ ده هنخليها مضارع ليه لان انا بتكلم عن الكلام اللي هنا. الكلام اللي هو هيتقال او اللي هيتم الاخبار به. كلام في زمن حقائق علمية. والحقائق العلمية ما بتتغيرش بتفضل الزمن مضارع زمنها هي. يعني هتبقى از راوان. بقولك رياضة شعبية. فوتبول is best by people every year. نبقى هنا هخلي بنا ان بداية الجملة هي فوتبول هنا هيبقى اوبشيكت ما فعوه لانه خلط القدم مش هتلعب ولكنها هتلعب. طب كده حددت انها بس في مبنى المجهول. احدد بقى الزمن هل هي مضارع ولا ماضي? every year. يبقى تكرار. بدام تكرر يبقى مضارع يبقى محتاج ايه? في المضارع. از او مني نيو كارز الكاسم من السرطة الجديدة by robots in factores. طب برضو اما نيجي للمفعول هنا مني. طب عندها صفة امال الاسم هو كارز السيارات. طب هل الصرط تصنع نفسها لكنها تصنع يبقى اوبشيكت مفعول تبقى الزمن. زمن مضارع لانه ده تكرار ما فيش حاجة هنا ماضي. طيب بدام الفاعل جام يبقى هنا از 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 في تلك بار ميد. السيارات تصنع بواسطة الروبوت في المسار. عندما كنت مريض الشهر للماضي. طيب انا مش اخد نفسي يبقى انا اخستو يبقى ازا هنا اي هنا اوبيشيكت مفعول. طيب هنا وين جاي بعدها ماضي بسيط يبقى جملة تانية برضو هتكون ايه لان هنا وز برضو في الماضي البسيطي. طب اخستو اسمها ايه? في الماضي بها يكون وز تيكن مش ايام تكن اخسته الى المستشفى في القاهرة. وعشان كمان ناحش كبهة last month الشهر الماضي. فلازم ان مدام فيه last ماضي يبقى هيكون was taken. was زي للباسبال تصبه اللي هو المبني للمجهول. the email was is best by علي يصده. هتلاقي هنا باي زيت فاعل. طيب يبقى ده مبني المجهول. وكمان الاميل مش هيصل نفسه ولكنه يرصد. طيب هنا was يجب بعدها في المبني المجهول الباسبال تصبه التصبه that was sent. الاميل او البردوكتون ده ارسله بوسط عليه بالامس. the pyramids by thousands of the pyramids is best by thousands of tourists every month. هنا عندك كلمة every كل شهر. يبقى ده زمن مضارع. يبقى هنا طبعا الاهرام دوان مفعول. يبقى الاهرام مش هتظر لك انها تزار. وعشان هي مضارع وجامع هيكون ارود زي الباسبال تصفل or visited الاهرام تزار. squash is best played by many students every year. طبعا هو عايز نفيه طبعا لان كلهم جيد من فيني. السكواش ده مفعول يبقى هم مش هيلعب ولكنه يلعب وعشان هي زمن مضارع. ازان هيكون بعدها ومفرد. is بلاس باس 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 موجود. يبقى ايه زمن نفيه يكون ايه زن تبقى ازان لا يلعب. الستوف نيو سيفن واندرز بيقوله قائمة من عجائب العالم الحديثة السبع والجديدة is best in 2007 يبقى بتكلم على الماضي والقائمة طبعا دفاع المفرد في الماضي في الباس في الباب المغول يبقى وزاد التصويتات. what is best you taught when you were young? ماذا? طب هنا الفاعل هو يو عشان في السؤال بيجي الفاعل المساعد قبل الفاعل. طب هل انت تتعلم ولا علمت تعلمت طيب هنا نشوف الفاعل المساعد اللي هو طلبه. عند ار وير د دو. طب نكمله جملة عشان نشوف الزمن. ماذا? انت تعلمت عندما كنت صغير. طبعا يبقى الزمن زمن ماضي بسيط. بدم هنا لانه وير في الماضي يبقى ازان دو وار مش هينفى. الفضل عندي دد ووير. طيب دد بيجي بعدها الفاعل في الامفينيتف يبقى مش هتنفع هنا دد لانه جاي توت مش انفينيتف يبقى الاجابة هتكون ايه وير يبقى وير يبقى ده بسف ماذا علمتها? احنا شرحنا من شوية من الحاجات اللي بيجي بعدها تو انفينيتف يبقى الاجابة نحتاج ان نستخدم المزيد من الطاقة النظيف. نحن نستمتع شرحنا من شوية انجوي بيجي بعدها فيربو اي نجيب على طول انت مغمى لما تبصي الاختيارات اللي عندك دي على طول اجابة هي رسائي كلينج لان فيها اي انجي. احنا نستمتع باعادة تدوير القمانة. if we keep fuzzy field climate change will get our words. طبعا الجملة تبقى انها قاعدة اف بس السؤال مش على قاعدة اف. السؤال هنا على كيب. كيب شرحين بيجي بعدها فيربو اي نجيب. الاجابة بير نجيب. we should avoid. احنا طبعا قلنا ان افوت بيجي بعدها ايه في نحن نتجنب نشوفه فين الفربو اي نجيب. اهو بلوتنج. the environmental waste البيئة. we plan space the weekend in the village. اه ده احنا بلان خططة اقولنا بلان بيج بعدها تو انفينتا. فيبقى لجابة ايه? to spend. نحن خططنا او نخطط. they decided to space mini trees in this area. ولهم كررهم و decide ببقى تو انفينتا بيبقى تو بلانت. ان يزرعهم المهازين من الاشقع. نشوف بقى جمال على قاعدة اف. تشوز اختياري زي ما بيجي في الامتحان. our environment. يقولي البيئة بتاعتنا اسبس بي كلينار. if we recycle our rubbish. نشوف هنا بقى اف. ايه الجملة اللي جاي بعدها? we recycle. انفينت في الصرف اول والفعل جامعة يبقى دي الحالة الشرطية الاولى. لان يجي بعدها زمان مدارع. طيب يبقى اف. يجي بعدها مدارع. بقى جملة التانية. will will infinite. يبقى الاجابة ايه? will be cleaner. if حمدس بيستولر. he would be a very good basketball player. طبعا عند هنا اف. نشوف الجملة التانية. would will infinite. يبقى دي الحالة الشرطية التانية. يبقى الجملة اللي بعد اف هتكون في زمان الموارد البسيط. وحمد مفرد يبقى هنا يكون الاجابة was. لو كان حمد اطول كان سوف يكون لاعب كرة سلة. جاي. if we didn't have factors. طيب هنا اف وجاي بعدها. did والبقى و الانفينتف. يبقى دي زمان الموارد بس منف. يبقى ازا دي الحالة الشرطية التانية. يعني الجملة التانية يجب ان يكون would والانفينتف او wouldn't والانفينتف. لو جينا نشوف الاختارات اللي عن would طبعا غلط دي الحالة يقول لو احنا في الحالة التانية. هنا بقى would. wouldn't. طب نشوف هنا wouldn't وانفينت. لكن دي would وهفو البص واتصف والتصف الثالث يبقى جملة دي ما تنفعش يبقى اللي اجابة تكون ايه wouldn't have. if he trains harder. هنا train ده فعل معناه يتضرب. وطبعا هنا الفاعل مفرد. فبيضيف الفعل عس هو ما اقول لو تضرب او هيتضرب بشكل اا اا او بجد اكتر. he is best win the match. يبقى ازا اف لو جاي بعدها مضارع يبقى الحالة الشرطية الاولى وجملة تانية will win the match سوف يفوز بالمباراة. if you read the questions carefully. لهو اقرأ الاسئلة بشكل او بعناها او بحرص his best the test will. هو طبعا هي اجاوب على الامتحان بشكل جاي. طب نشوف هنا قاعدة f. دي الحالة الشرطية الاولى ولا التانية. كلمة read اللي هيقرأ بتيجي تصريف اول وتاني يعني بتيجي مضارع وماضي. طيب دي لو كانت مضارع كان هنضفل الفعل s لان زمن المضارع لما يكون فعل مفرد بنضفل الفعل s. يبقى ازا دي تصريف تاني وبتتقرأ read. يبقى if he read the questions لو هو كان قراء السؤال يبقى دي حالة تانية. وزمن ماضي يبقى جملة تانية ودو والانفيند. يعني الاجابة هتكون a would answer. كان جاوب على الامتحان. if there were more mangrove trees. لو كان هناك المزيد من اشجار المانجروف. طبعا انا عندي هنا قاعدة f. وبعدها where زمن ماضي بسطة الصفة تاني يبقى لازم يكون جملة تانية. there would be fewer floods. اذا كان سيكون هناك فيدانات اقل. if we is best greener energy. we would produce less pollution. طبعا نبص هنا قاعدة f. جملة تانية فيها would والانفيندف. يبقى دي حالة الشرطات التانية. يعني f لازم يجب بعدها جملة في المرض البسيط. يبقى if we used. اللي هو التصريف التاني. اميرا is best an article for an hour. يبقى اميرا قاعدة تكتب مقال لمدة ساعة. she is still writing it وما زالت تكتبه. يبقى الحدث مبادئ في الموضوع وما زال مستمر. يبقى اذا المدرعة تم مستمر. الامر يرى مفرد يبقى تاخد has and been and verb energy. يبقى الاجابة has been writing. nor has been space of going into space all her life. يقول لي مونا كانت بتحلم بالسفر للفضائط الحياة. طبعا انا عندي هنا has and been. مدرعة تم مستمر. يبقى محتاج بعد ايه verb and energy. يبقى الاجابة dreaming. هي باز بسحرهم work for two hours. she hasn't finished yet. بيقول لي هيبا عملتها في الواجب بتاعها لمدة ساعتين اتنين. طيب هنا وقال لي بعدها هي لم تنتهي منه حتى الان. اذا الفعل بدأ في الماضي منذ ساعتين وما زال مستمر يبقى زمن مدارعة تم مستمر. وهيبا مفرد يبقى تاخد has and been and the verb and energy. بقى الاجابة has been dying. how long has been he been reading this book? هنا عندي سؤال. طيب انا عايز فعله مساعد. نبقى بصنا هنا هنلاقي been and the verb and energy. اذا الفعل المساعد هيكون has او have. وطبعا هي مفرد بتاخد هذه. بقى how long has been كم المدة اللي هو قاعد يقرأ فيها هذا الكتاب. have you been able to clean your house? طبعا عندي هنا have. وبص بلتصرف التصريف التالي المدارعة تم. وبالنسا عندي بيدل على المدارعة التام واستخدمها في السؤال. يبقى كلمة ever. بتسأل عن انت جروبة الاول خضرة السباكة. هل سباك لك ان انت ساعت ان انت تنظف منزلك? في ever بتيجي فين في السؤال في زمن المدارعة التام. وبتيجي بين الفاعل وبين ال possible possible التصريف التالي. he was feeling ill. بيقول لي هو كده يشعر ان هو مريض. is this he went to school? بقول لي هو ذهب الى المدرسة. طيب هنشوف فقا الجاي الخطط اللي عنديكة. مش عشان ان هو مريض ذهب للمدرسة. ولا how ever. طبعا because. with this is because زي بعض. طبعا مش هينفع واحدة فيهم. بقى how ever اللي بتفيد ال contrast او التناقض. بقول على رغم انه بيشعر ان هو مريض وزهب مع ذلك زهب الى المدرسة. يبقى how ever. بتفيد التناقض. there is this many people in the zoo last friday. بقول كان يوجد كسر من النصف الحديقة عند حاجة بدلها على الماضي يوم الجمعة الماضية. يبقى اذا ازو ار مش هينفع لانه بتكلم على الماضي. طب هنا بقى الفاعل كلمة people جامع يبقى there where كان يوجد. there is this bank near the school in twenty twenty. والكان يوجد بانك جام بالمدرسة في سنة الفين وعشرين. انا باتكلم برضو على الماضي. انزا الترف اقديمه هو. ديبقى كان يوجد. ديبقى اذا هتاخد was او ور في الماضي. تبقى بانك الاسم اللي جايب بعدها مفرد. ديبقى was there was. نجيب على وهي هي في السؤال هيبقى is there a bank near the school. نفس الجملة اللي فاتت بس الودي باسأل السؤال. طبعا there was. كان يوجد في الماضي جملة. وفي السؤال هتبقى اسمها ايه? was there. هل كان يوجد? لان بعدها اسمه مفرد. we used to go to the club. but now we. احنا اعتدنا اعتدنا في الماضي ان نذهب الى النادي. لكن نحن الان يبقى يعني كده ان العادة دي ما بتحصلش دلوقتي. وطبعا كلمة now مضارة. يبقى ان نحن اللي نفعل الان. في ان المضارة وهي جامعة هتكون don't. نحن اللي نفعل ذلك الان. والجملة ده هتلقاها عكسها. we didn't used to use seven light bulbs in the past. والفي الماضي لم نكن نعتد على ان السادم لو مبط موفضة للطاقة. but now. لكن نحن الان ما كناش معتدين في الماضي. يبقى نحن الان معتدين او نحن الان نفعل. يبقى but now. هنا ما هتكون الجملة مزبتة ومضارة. يبقى هيكون ايه? we do. عشان طبعا we جامع. he didn't used to travel abroad. هو لم يحتد ان يسافر الى الخارج. but now ويبقى في الماضي ما اعتدشه. لكن الان هو يفعل. وطبعا هي مفرد. يبقى هو الان هي. يبقى ازا لو هو يفعل الان. but now. والفعل جامع هيبقى do. لكن طبعا لو الفعل مفرد بعد but now. لكن الان بنجيب درس. amir didn't his best players. when he was young. عند جملة هيبقى عندما كان صغير. يبقى يبقى يدل على الماضي. يبقى اعتده. لكن هو عايزها في النفع. يبقى لم يكن يحتده. يبقى هي didn't use to. لم يكن يحتده انه يلعب تنس. he uses his best water. but now he doesn't. يبقى الان. هو اعتده انه يعمل ايه? لكن هو لا يفعل الان. طبعا ما دم في use to. يبقى هيج بعدها في الانفينيتيب. في التصليف الاو بدون اضافات يبقى اعتده ان west water يطلف او يهدر المع. هنجي ليه? الفوكابلاري. اعمل لكم. مجمع لكم اهم الكلمات في المنهج. على كل الوحدات. حوالي تقريبا صفحتين او ثلاث صفحات. بالنسبة ليه الفوكابلار دي مهمة جدا. طبعا بتجينا سواء في سؤال مثلا المحادسة. في كل انواع الاسئال اللي عندكم او سؤال. اريد عندكم بلزة تيكست. اكرأ او اكمل النص السؤال الثاني. كمان سؤال كتعة الكمبرهنشن او كتعة الفاهم. واسئلة الاختياري وسؤال الجرامر. بالاضافة للبراكراف لازمة هتحتاج الكلمات دي. كلمات الوحدة السبعة. نيتشرال. حبيتات. واندرز. فير. كاراكال. منجوز. سبيسيز. أوسيز. ديفورستيشن. كود دون تريز. فاز الفويل. بيرن. داييركشنز. نيوز ايجنتز. بي بي. 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 يعني لو قلنا مثلا. بي. جسم. اي حيوان هيكون مغطة باي. مثلا. فير. الفر. اندينجر. فورست. جراس لاند. فولر هابيتات. كوستال. نجل كلمات يونيت 8 و 9 مع بعض. اير بلوشن. كلامات تشينج. جلوبال وارمينج. أبسورب. طبعا لما نجلي البلانس النباتات بيتمتص. كاربون دايوكسايد. بريد قوت اكسجين. وفي نفس وقت بيتخرج أو بتنجلينا غاز الاكسجين. رينيابول انيرجي. ويند باور. كلوشن. ميلتنج آيس. لاند فيل. سايتس. ريسايكل. ريسايكلينج. الاسم والفعل. ويفارز. ويفينج. لوم. ثريد. فابريك. برينتر. انك. سي جراس. كورا الريفز. انفيرونيمنت. انفيرونيمنتل. طبعا هي اسم. ويابرة فيلاقي ايه اللي تحاول للصفة بيئي او متعالج بالبيئة. رابش. فاكتوري. فروتكت انفيرونيمنت. يعني يحمي البيئة. كيب انفيرونيمنت كلين. محافظ على البيئة. floods. droughts. find out. get worse. get hotter. لما يقول الكوكب حرارته بتزداد. اللي هو climate change. تغيير المناخ. reason 4. avoid. slow down. give a speech. destroy. damage. produce. make electricity. initiative. solar panels. reusable. rechargeable. sustainable. energy saving light bulb. اللي هو مصبح موفر للطاق. unit 9. waste. طبعا نولوا فيرب. لو هي اسم بيكون معناها نفايات ولو هي فعلي معناها يهدر. remote. businesses. region. or area. sea level. communities. inexpensive. air conditioning. desertification. bamboo. seed. seedling. give up. turn off. set up. start. plan to. worried about. protect from. turn off. improve. organize. organizers. interested in. look for. go into space. telescope. نيجي كلمة unit 10. telescope. astronaut. astronomer. gravity. satellite. spacecraft. space station. planet. orbit. solar system. comet. space shuttle. weather. allow. outlet. literature. language. language. linguist. newspapers. communication. research. studies. wireless. lenses. signal. receiver. find out. unit 11. journalist. newsreader. photographer. witness. radio presenter. camera operator. camera operator. web designer. editor. local. international. government. للحكومة. governor. محافظ. nature. research. donate. article. pipe. fix. explain. tourism. tourist. discuss. charity. give reasons for. look forward to. media. نجمال مفرطة تانية. عائم مع كل منها. greenhouse gases. toilet. turtle. frog. orangutan. spring. نكلم أن نكن spring طبعا معناها ربيع. وبتجمعنا تانية معناها ينبوع ماء. process. what we are going to do. كركبا معنا. يحل. problem. المشكلة. solution. إنه هو الحل. diagram. reasons. sources. landscape. interrobit. والوقت بقنا ناخد عدد من الأسئلة التي تشوز على الفوكابلات. التعبيرات والمفروضات اللي عندنا زي ما تجلنا في الامتحان اختيار طبعا احنا قلنا الاختيار بيجي في اسئلة grammar زي ما حللنا لكم من شوية وباية الاسئلة بتكون على الفوكابلان وعلى فكرة الاسئلة دي جات في امتحانات الازهر في بعض المحافظات السناء اللي فاتت بيقول هنا نحن لا يستطيع ان نحن نستمر في نستخدم البنزين للسيارة لان البنزين لا يكون طبعا البنزين مش هيكون اخلي باك من كلمة not يبقى sustainable غير مستدع بيقول لي هي اداة بتجعل الاكسام البعيدة تبدو اقرب يبقى هتكون ايه؟ تليسكوب بيقول لي قاعد كتابك اتعارك المسركية مرة اخرى لاحظ من كلمة again the prefix re means to do at space بيقول لي كلمة re يعني هنا ري راية جاي ري راية يكتب وراية قاعد الكتابة ما يكتب ان انا هعملها ايه؟ راية اجي اكتبها مرة ثانية do you know that mars is one of the eight planets in our space بيقول لي هل تعلم ان كوكب المريخ واحد من الكوكب التانية الموجودة فين؟ في النظام الشمسة او في المجموعة الشمسة بتاعتنا اللي هي solar system the person who studies space is a space بيقول لي اشخاص اللي هي درس الفضاء يكون ايه بالنسبة للفضاء؟ يبقى هيكون scientist عالم فضاء يبقى يقول space scientist عالم فضاء the fathers were preserved well for further study بيقول لي الحفريات حفظت في الدراسة preserved حفظت this means the days were space هزي يعني ان هما ايه؟ طب كلمة preserved بيسوا كلمة kept معناه ان هزي يعني ان هما حفظوا when all trees in an area are cut down لما كل الاشجار في منطقة يتم قطعها we call this احنا بنسمي العملية دي ايه؟ بنسميها deforestation اللي هي ازالة الغباد in this factory في هزا المصنع they use traditional machines for waving بيما يزالوا بيستردوهم آلات تقليدية للنسيج او للنزج this means they use هزا النومة يعني ان هما يستردوه ايه؟ النومة اللي بيستردوه في مصنع النسيج او في ورش النسيج اسمها looms park is very space it takes two hours to drive there يقول للحضيقة كل نقطة وهي بتستغرق ساعتين لكي تسوق الى هناك طبعا هنا معناه كده ان المسافة كبيرة يبقى هتكون الحضيقة ايه؟ هتكون الحضيقة remote معناها بعيدة the prefix re in the word renewable means بيقول طبعا بقول للمقطع او البادئة هي ال-re قبل كلمة renewable بتاعني ايه؟ means again بتاعني الحاجة بيتمع عملها مرة تانية وكمان اللي بالنسبة للجمل اللي هي السنننم والانتنمس ما بتجيش كتير هي وال-prefix وال-suffix واذا جات بتيجي حاجات عامة وبيكون حاجات سهلة فبنجيب لكم الجمل برضو عشان تكونوا عاملين حسابكم if something is space بيقول لي لو الشيء يكون نقطة you don't need to plug it in plug in يوصل بالكهرباء يبقى انت مش بحاجة توصله بالكهرباء يبقى معناه كده هيكون ايه؟ wireless هل تعلم ان بعض النباتات بتعملها في التلوث من الهواء خليباك من الهواء يبقى معناه كده انها تمتص ويمتص اسمها ايه؟ absorb is space is a machine used for weaving بيقول لي الى بتستخدم في عملية النسج اللي هي لوم والناول اللي هو عالة تقل دية في النسج these are good for us يقول لي الى شجال تكون جيدة لنا because they breathe in space and breathe out oxygen لانه هي تمتص غاز نوات وتكون تغاز الأكسجين من التنفذ يبقى هتمتص غاز نوكسي الكربون اللي هو carbon dioxide this man cleaned the street without getting any money بيقول له هذا الرجل بينظف الشارع من غير ما ياخد ايه فلوس بها هي ازقى ورآن بها يكون ايه؟ volunteer متطو the synonym of reason is بيقول له مرادة في كلمة reason reason اللي هي السبب مرة ضيفة برضو كلمة كوز معناها السبب space is an area in the desert بيقول له هي منطقة في الصحراء where you can find the world رح يستمجن ان تجد فيها الماء طبعا هيكون ايه؟ os is الواحة to space is to write something again بيقول لي ان انا اكتب الحاجة اجن مرة تانية بس ماها rewrite يعني يعيد كتابة to get the adjective from coast we add the suffix كلمة كوز ساحل اس ما عشانها يحصل على الصفة بتاعه الادجيكتف هتقف له ايه اللي يبقى كده هتحوليش الصفة معناها كوستال اللي هي ساحل space is when all that reason and area are cut down بيقول لي هذه الكلمة عندما يتم مقطع الأشغر في منطقة طبعا هيسمى ايه؟ deforestation اللي هي ازالة الغبات pollution is one of the most serious problems that face the world بيقول لي التلوث يكون واحدة من أخطر المشاكل اللي تواجه العالم serious give the meaning of كلمة serious هزه بتعني ايه؟ ان المشكلة طبعا هتكون dangerous خطيرة is this means to continue dying بيقول لي حاجة بتعني ان انا استمر في ان انا اعمل الحاجة or do again and again او اعملها مرة ومرات يبقى يكون ايه؟ اللي معناها يستمر طبعا بتيجي معناها يستمر او يحافظ على كلمة farm اللي هي مزرعة عشان نحولها الى نون الى اسم معناها الزراعة هنضف لها الصوفيكس بيقول لي كان لا يوجد مطر لمدة طويلة من الوقت we suffered from a طبعا بدلا ما فيش مطر بقى نحن هنعاني من ايه؟ من الجفاف اللي هو دراوات is this the person who travels into space والي هو الشخص اللي يسافر الى الفضائب هيكون ايه؟ استرونوت لورائد الفضاء the antinim of dead بيقول لي عكس كلمة dead اللي هي ميت هيكون كلمة alive اللي هو حي او على قيد الحي we add the prefix is based to get the opposite of successful عايز اضف فادئة كلمة تيجي قابد كلمة successful ناجع عشان تديني ال opposite العكس هيبقى هنضف لها un we add the suffix is based to form the adjective from nation كلمة nation is nowin عايز اضف لها suffix اللي هو حكي تيجي بعدها عشان حولها الى صفة هنضف لها a-l يبقى national زي كلمة traditional وخدنا من شوية كلمة coastal the earth goes around itself بيقول لي الارض تدور حول نفسها this means it is based itself هذا يعني انها كلمة ايه؟ يبقى كلمة turn around او go around بيسوي كلمة orbit اللي معناها يدور حولها mona loves to study the stars and planets بيقول لي مونة بتحب انها تدرس النجوم والكواكب she wants to be هي تدرس انها تكون ايه؟ طب واحد بيدرس النجوم والكواكب من اللي بيدرس النجوم والكواكب يبقى عالم الفضاء اللي هو astronomer بيقول له مصر لديها نقطة طوال العام طبعا على مدار السنة يبقى ايزا هو المناخ والمناخ اسمها ايه؟ climate طبعا احنا عارفينها weather اللي هو التاكس لكن climate اللي هو المناخ وده بيكون على مدار فترة زمنية كبيرة زي السنة the earth is based on its axis one study بيقول الارض تدور حول محوارها مرة في اليوم ويدور حول اسمها ايه؟ orbit طبعا هو الفعل orbit وضيف لها اس عشان the earth مفرد I was really cross بيقوله انا كنت غضبان كلمة cross ده صفة معنها غادب the word cross here means زي الكلمة تعني تعني angry اللي هو غرضه معنها a person who specializes in languages is بيقوله شخص اللي زي يتخصص فيه اللغات هيكون عالم لغوي اللي هي lingeoist اللي هي عالم لغوي I was just when I lost my bag انا كنت نقطة لما فقط الصنة بتاعتي بقى انا كنت غضبان وغضبان اسمها ايه؟ cross I will be late for work على هيتأخر على العمل بتاعه his car is a space in traffic لان العمل بتاعته ايه؟ stuck معلقة في المرو space habitats are always next to the sea and you can find rocks بيقوله هي بيئات بتكون جنب البحر او مغار البحر لو انت تصل ان تجد فيها الصخور يبقى هتكون البيئات الساحلية كوستان the farmer made a big space around the field to protect it بيقوله الفلاح عمل ايه؟ حول الحاكل عشان يحميه يبقى عمل fence اللي هو سو بيقوله هي الطاقة نقط لها نفس اسم الطاقة المستدامة الطاقة المستدامة بيسوي كلمة الطاقة المتقددة ريني يبقى الانيرجي cheap can be replaced by the word بيقوله can be replaced كلمة replaced by كلمة بتستبدل كلمة بتستبدل يعني عايز كلمة بتسويها او سننم لها نفس المعنى طب تشيبها يسوي ايه؟ inexpensive لان inexpensive غالي و inexpensive غالي غالي اللي هو cheap رخيص this means that there are four trees in reinforce بيقوله هزي الكلمة بتعني انه يوجد اشجار اقل في الغابات الموترة يبقى defrostation اللي هو ازالة الغابات بورنو is a beautiful green island بيقول جزيل بورنو هي جزيلة خطراء جميلة the anthem of beautiful طب الانتنم المضاد بيقوله مضاد كلمة beautiful جميلة يبقى هيكون ugly قبيح the suffix can be replaced to get the adjective from the word comfort ادعايز هنا comfort ناون احول الاجيكتب بيبقى هدف له ايه؟ طبعا كلمة مروح اسمها comfortable بيبقى هندف لها a, b, l, e Mr. Tark's house is based by trees it's very difficult to see from the road يقوله مهنزل Mr. Tark هيكون محاب بالاشبار لانه من الصعب ان تراه من الطريق طبعا محاب اسمها ايه؟ is surrounded by the internet is a wonder of modern technology بيقوله انترنت هي عجيبة من العجائب التكنولوجيا الحديثة modern means كلمة moderns modern طبعا معناها حديث تعني new jadeed لكن طبعا لو اكنا عايز العكس العكس هو كلمة ancient ليه اقديم او traditional هدي بدنا انترنت او traditional او old التلات كلمات دول بمعنى واحد لهم معناهم قضيه لكن طبعا modern و new لتن معناهم حديث we use the suffix is best to get the noun from the verb بلوت بلوت يلوس عايز اضف له suffix لاحقا هتجف اخره عشان حوليه الاسم يبعضف له i o in لان كلمة بلوشن معناها نوع نوع التلوث this is the person who sees the event is a first and reports them بلو هو الشخص الذي يرى الاحداث اولا و يبلغ بها يبقى يكون witness اللي هو الشاه the word symbol is the antonym of كلمة symbol بسيط مضادها كلمة ايه طبعا هيكون معقد complex طبعا ينفع complex او ينفع hard برضو معناها صعب او كلمة difficult اي واحدة فيهم تعتبر هي عكس كلمة simple اللي هو بسيط the energy saving light bulbs بيقول له انباط الموفرة للطاقة help us to space electricity هي بساعدة ان احنا نعمل ايه في الكهرباء save electricity نوفر الكهرباء to form the adjective from amaze we use the suffix بيقول له كلمة amaze عايزة اضف لها suffix اللي هو حكي هتجي في اخرها عشان تحولها الى صفة طبعا هضف لها ing by amazing اللي معناها مدهش there are a lot of trees and heavy rain in the space يوجد الكثير من الاشجار والامطار الغازيرة فين هتكون طبعا في الغابات المتيرة rainforests many animals live in the space as there is much grass كلمة ازم معناها لان الكسر من الحيوانات بتاعيش في نقطة لانه يوجد الكسر من الحشائش يبقى تكون grassland اللي هي بيئة المراعي او ارض المراعي is based is a building where horses sleep بيقول اللي هو المبنى حيث الخيول بتاعي اتنام فيه طبعا هيكون stable اللي هو is based the thick here that cover the body of the animal بيقوله هو شعر كثيف بيغطي جسم الحيواني بها يكون fair اللي هو الفارو ده سليم في دور دهارد بيقوله مرادة في كلمة hard دهارد صبعا صعب حيث هو كلمة difficult برضو معناها صعب is based grows in the sea along the coast بيقوله هو نقب ينمو في البحر على منداد الساحة اللي هيكون ايه sea grass اللي هو اعشاب البحر is based is a liquid used in pins or printers يقوله وسائل يستردم فيه الاقلام او الطبعات الكتابة طبعا هيكون انك اللي هو الحب is based is a safe place for many sea animals بيقوله هو مكان امن ليكسر من حيوانات البحر بيكون sea grass space means that it can be filled again with electric power بيقوله هذه الكلمة بتعني ان الحاجة دي ممكن انها تملأ مرة تانية بالطاقة القربائية يبقى يقصد انها ايه قابلة لاعادة الشحن بيقوله نقطة يحدث عندما تتحول الارض الخضراء الى صحراء يبقى هنا desertification التصح this space is a large satellite بيقوله هو كمر صناعي ضخم going around the earth بيدور حول الارض where astronauts can live and work حيث فيه ووضع الفضاء يستطيع انهم يعيشهم ويعملوا يبقى يكون ايه محطة الفضاء اللي هو space station space is a person whose job شخص هو عظفته is to write news and articles يكتب اخبار ومقالات for newspapers and magazines للصحف والمجلات يبقى يكون journalist اللي هو الصحفة we use the suffix is best to get the noun from the verb design design يصمم فعل عشان احوله الى noun الى اسم هندفره suffix لاحقه تجيه عليه ندفره ايه ار يبقى designer اللي هو المصمم I will be late for work today والعلي متأخر على الشيء سوف يتأخر على العمل اللي هو is best in traffic يبقى يصير بتاعته ايه stuck عالقه في المرو they can't complete playing football because the ball has بيقول لهم مش قادرون يكاملون مبارضة قدر القدم لان القدر حصلها ايه bear set انفغل as best is the ability to do something well بيقولها يا القدره على ان احنا نفعل شيء بطرقها جيدة يبقى يكون skill اللي هي المهارة تاريجي لجزء مهم جدا في اسئلة let choose وهي التدريبات التدريبات اللي موجودة في كتاب الطالب اللي هو وفي كتاب التدريبات المدرسي ال work book طيب نشوف بيقول لي كلمة بتاعني انه يوجد اشجار اقل في الغابات الموتورة يبقى تكون deforestation اللي هي ازالة الغابات there are more than seven thousand different space animals in the world بيقول يوجد سبع تلاف حيوان مختلف في العالم such as the orangutan مثل حيوان انسان الغاب بدام سبع تلاف نوع مختلف يبقى هتكون endangered معرضة للخطر the bodies of the mangosis are covered by thick space بيقول لي اجسام جسم حيوان النمس بتكون مغطة بنقه كسف هيكون الفرغ الكسف اللي هو fair وطبعا تكمع انها كفاسيف remember to speak your potels with water before we go to the desert ولما تنساش انك تعمل ايه الازايز نملأها بقيم المية قبل ان نذهب الى الصحراء وطبعا يملأ اسمها فيل Agro of animals or plants of the same kind is cold بيقول لي مجموعة من الحيوانات والنباتات من نفس النوع بتسمى طبعا هتسمى species الفاصيلة الجمل دي كان عليهم 7 نجي لجمل على يونيت 8 solar energy and wind power are types of space energy طبعا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي انواع من الطاقة المتجددة ومتجددة اسمها renewable we can avoid space down the trees by building the road in a different place بيقول لي نحن نستطيع نحن نتجنب قطع الاشجار طبعا افويت بيجي بعدها verbo energy ويقطع الاشجار اسمه ايه cutting down the trees rubbish that isn't recycled is put into space size بيقول لي القرمة التي لا يعد تدورها طبعا يتم وضعها فين land field size اللي هي مواقع النفايات او مكب المكان اللي بيتجمع في النفايات او القمار يجي بتزيجواري صاني مصة عادة تكون مشمسة so it is a great place to use space طبعا هي مكان عظيم عشان نستخدم solar energy الطاقة الشمسية عشان هي دولة بتكون صاني مشمسة I'm going to space a speech about the environment يبقى انا سوف اقلقي خطاب وقلقي خطاب اسمها ايه give a speech نيجي ليه المفردات او الجملة الخاصة بين اتناير I use the rechargeable batteries for the tv remote control انا بستخدم البطارات القابلية اللي قاعدت الشاحن للموت كنترول الخاص بالتلفزيون The best conditioning makes the air inside a building cold بيقول لي جهاز بيجعل الهواء داخل المبنى بارد تمنى هيكون air conditioning اللي هو تكييف الهواء This cup is made from a tall plant cold بيقول لي هذا الكأس او الفنجان مصنوع من نبات طويل بيسمى لوان نبات بامبو نبات الخيزرة We cannot continue to use petrol for cars because it is not بيقول لي احنا مش هنقدر نستمر في استخدام البنزين للعربيات لانه هو طبعا البنزين البترول Not sustainable غير مستدام The answer to this question is Is base we all got it right بدام احنا كلنا فهمنا صح هيبقى السؤال هيكون ايجابة السؤال دا هتكون simple اجابة بسيط نجي ليه unit 10 A lot of satellites is based on the earth الكاسم من الاكبر الصناعية تدور حول الارض اللي هي orbit the earth A satellite sends as best to a receiver to a receiver on earth بيقول لي الكامر الصناعي بيرسل a signal اللي هي اشارة لجهاز الاستقبال على الارض there are 8 planets in our solar system where you got 8 تواكب في مجموعاتنا الشمسية اسمها solar system بيقول ليه when you who travels into space is called a or an طبعاً بيقول ليه الشخص الذي يسافر الى الفضاء هيكون ايه؟ يسمى الصنت لورائد الفضاء his base is a rock that flies through space بيقول ليه صخرة تطير عبر الفضاء هي تكون a comet اللي هي المزنة نجد بقى unit 11 الكلمات الخاصة أو الجمال الخاصة الوحدة الـ 11 the workers will space the pipe today with a new strong one بقول ليه هنا العمل هيستبدل المصورة بوحدة جدا ويستبدل اسمها replace with يستبدل بي a big old red car is space in the middle of the road يقول ليه هنا في سيارة حمرة وقديمة معلقة في منتصفه معلقة اسمها ايه؟ stock the person who reaches and writes new articles واللي هو الشخص الذي يبحث ويكتب بقالات اخبار هيكون journalist اللي هو الصحف احمد loves taking photographs احمد بيحب يلطاق السور so he wants to be لذا هو يريد ان يكون a photographer اللي هو المصور we can't play football because the ball has احنا بقول لي مش هنقدر ان نلعب كرة قدم ليه؟ لان الكرة برست انفجرت see what is a very famous in Egypt سوى تكون ايه؟ واحة واحة اسمها osis واحة famous الوقت بقى نجيب الكتعة الكمبراهنشن اللي هي كتعة الفاهم طبعا بيقولك read the following اقرأ القطع ديا and answer the questions واجب على الاسئلة see gross هناخد نموذج للقطعة بنشوف بيجينا ازاي في الامتحان وازاي نحلها نخلي بالنبقى لو قال لي في سؤال القطعة give a reason اعطي سبب ده كأنه بيسألك كأن السؤال هو why لماذا or what is a reason ما هو السبب اي واحدة من التلاتة دول كلهم معناهم ما أثر لو جا في السؤال قال لي number يعني اسكر عدد ولو قال لي name معناها اسكر اسم الحاجة اللي هيطلب منك تذكر اسمها لو قال infer معناها استانتك لو جا سؤال do you think هل انت تعتقد وبعدها قال لي why او why not بأينا مطلوب حاجتين في السؤال اول حاجة do you think هل انت تعتقد بتقول yes او no واذا قلت yes بتقول why ايه السبب ان انت قلت yes ولو قلت no هتقول برضو why not تذكر السبب ليه انت والكتعة دي جسف المتحانات الاظهر السناء اللي فاتت وكمان موجودة عندنا في المنهة sea grass is found in the sea بيقول لي عشاب البحر توجد في البحر along the coast of many countries على امتداد الساحل في كثير من الدول its food for many sea animals هي بتعتبر طعام لحيوانات البحرية including turtles بتشمل السلاح baby fish السمك الصغير and sea animals وحيوانات البحر leave in sea grass تعيش في اعشاب البحر because لانه يبقى ممكن يجيس السؤال لماذا بقى ملاقي because لان اعشاب البحر مكان امن sea grass helps keep the sea healthy بيقول لانه عشاب البحر بتساعد ان البحر يكون بحالة جيدة and it can help stop climate change وكمان بتساعد في تقليل التغير المناخي this is because بقى ممكن يسأل سؤال لماذا اللي هي بتساعد في تقليل التغير المناخي sea grass absorbs 10% of the ocean's carbon dioxide لانه عشاب البحر بتمتص 10% من غاز سنيوكسيدوكربون الموجود في المحيط every year كل عام sea grass absorbs carbon dioxide 35 times faster than rain forest عشاب البحر بتمتص غاز سنيوكسيدوكربون 35 ضعف اكتر من الغابات المطيرة that is why ولهذا السبب sea grass can help stop climate change اما يقول لي ولا هزا السبب ده نتيجة يبقى جاء قبلها سبب يقول لي ولا هزا السبب بقى ان اعشاب البحر تقدر تساعد او تقلل في تقليل التغير المناخ about 20% of all secrets has disappeared from the UK's cost يقول لي 90% من اعشاب البحر اختفى في المملكة المتحدة ساحل المملكة المتحدة in the last 100 years في اخر however على طبع من ذلك there is an environmental project in the UK يوجد مشروع بيئي في المملكة المتحدة that is growing new to grass هذا بيشمل او بيكون زراعة اعشاب بحر جديد when the plants are big enough لما تصبح هزين نباتات اللي اعشاب البحر كبيرة لدرجة كافية the divers will plant there them along the coast الغواصين هيقدروا يزرعوهم على امتداد الساحل the plants will still be quite small وهذه النباتات سوف تكون صريرة الى حد ما never there is they would grow into twenty thousand square meters of sea grass وما سوف يزرعو في اشرين الف متر مربع من اعشاب البحر نجي للاسئلة اول سؤال طبعا بيجي لبقى عليها اسئلة ممكن يجيب لي ثلاث اسئلة ويطلع اجابتهم من القطعة وسؤالين اختيار او يعكس سؤالين طلع اجابتهم من القطعة وثلاث اسئلة اختيار why do baby fish ليه السمك الصغر and see animals live in sea grass الحيوانات البحران بيعيشوا في اعشاب البحر لما رجعنا قطعة للقطعة لما قال لهو ذكر ان هما بيعيشوا في السمك الصغر and see animals والحيوانات الصغر بيعيشوا في في اعشاب البحر اللي بعدها ساوه لانها مكان امني دي الاجابة ونكتبها because it is a safe place كيف يمكن لأعشاب البحر انها تساعد في تقليل التغيير المناخي دورو جان نقطعة عشان نطلع الاجابة لما تكلم لأعشاب البحر can help stop climate change تقدر توقف تغيير المناخ اللي بعدها this is because هذا لان ايه seagrass absorb 10% of the ocean's carbon dioxide every year لان اعشاب البحر بتمتص كام 10% من غسل اكسيد الكربون الموجود في المحيط كل عام يبقى هي دي الاجابة ونكتبها طيب سأل سؤال is there an environment طبعا لما سألوه يبدأ ب is معناه على طول هل سألوه يبدأ بفعل مساعد هل يوجد environmental project مشروع ب ايه in the UK في المملكة المتحدة طب رجعنا كده للقطع لما كان يتكلم عن المملكة المتحدة الا على رغم من ذلك there is you got an environment project يوجد مشروع ب ايه وطبعا نجد في الاجابة there is نعم يوجد نيجي لأسئلة let's choose seagrass is found in the sea بيقول لي اعشاب البحر توجد في البحر along the best of many countries على امتداد نور في كسر من الدول الا في القطعة في اول سطر خالصة على along the coast على امتداد الساحل يبقى هي دي الاجابة وزي ما انت شايفين جاية مباشرة منك السمك والسلاح فيها اكلهم اللي شعب المنجانية شاركس اسنوك الكرش دايفرز الغواصين والسي جراس بيأكلوا سي جراس اعشاب البحر نيجي الكطعة تانية وجد برضو في الامتحانات السنة اللي فاتت في محافظة الشرقية في الازهر وكمان الكطعة دي موجودة عندنا في المنهة العلماء قاموا بكثير من البحث before the first person walked on the moon قبل ان يمشي اول شخص على سطح القمر and one of the most important scientists was فاروق الباز واحد كان من اهم العلماء هو الدكتور فاروق الباز هي بدان يجيب لي كلمة وتحتها خط يبقى يسأل عليها هو هو مين يبقى بالتأكيد هي مقصود بها مين عشان يجيل عليها سؤال دكتور فاروق الباز هي هل بدى تبلان وير ابولو تو هو ساعد قلوما يخططهم اين استفنت الفضاء ابولو الثانية should land on the moon كلمة لندن ما بتجي فعل معناها ترهبت اين سترهبت سفينة الفضاء ابولو الثانية على سطح القمر فاروق ايضا علم رواد الفضاء which looks to take from the moon ايه هي الصخور اللي هما يجبوها من القمر on later visits في الرحلات التالية after studying the moon وبعد دراسة سطح القمر فاروق started studying the surface on the earth فاروق بدأ يدرس للصحراء على كوكب الارب he used satellites to find rivers that were under the sand هو استخدم تكنولوجيا الاقمر الصناعية لكي يجد انهار كانت موجودة تحت الرمال number one what had the scientists done before people went to the moon ماذا فعل العلماء قبل ان الناس قبل ان يذهبوا الى سطح القمر طبعا الناس هنا لما قال هناك ان في شخص طبعا العلماء بلاقيه بست كده before قبل ان يذهبوا الى سطح القمر طيب لما نجي كده نرجع للكطعة لما قال له ان هو يجد انهار تحت الرمال في الصحراء اللي قبلها ايه he used satellites هو استخدام الاكبر الصناعية اللي كي يجد ذلك يبقى استخدام الاكبر الصناعية كيف وجد الرمال انه استخدام الاكبر الصناعية يبقى he used satellites satellites و لو حبيت هكمل الاجابة ممكن اكتب في بقية الاجابة to find the rivers that were under the sand لكن لحد هنا الاجابة صح what did فاروق الباز plan what ماذا خططها دكتور فاروق الباز لما نرجع للكطعة حتى نشوف هو خطط ليه الا اهو القطعة هو خططة لكي هو ساعد انه يخطط اين ستهبط سفينة بولو السانية على سطح القمر بقى دي الاجابة ونكتبها هنا زي ما هذا بسيط يعني الاجابة لازم تكون في التصريف النهون التاني يبقى لما اقول he planned هو خططة واكده اكمل نفس الكلام اللي هناك لما اقول زي ما هو جاي في القطعة he helped to plan هو ساعده في ان يخطط he helped يعني اي واحدة من الاتنين صح to plan وعلي كده هكمل بقيت الاجابة من القطعة where able to should land on the moon the first person walked on the moon اين بيقول اول شخص مش على السطح القمر طبعا جايب هلف في اول القطعة هو انما قال لي اول شخص مش على السطح القمر قال ايه يبقى في ساعة الف تسعمية تسعة وستين اجابة this was one of the most important scientists اللي واحد كان واحد من اهم العلماء طبعا القطعة كلها بتكلم على مين دكتور فاروق الباس ناخد القطعة تانية بقى من القطعة اللي هي طبعا نحاقا ان الحكت اللي عندي الموضوعات اللي عندي فيه المنهج زي climate change التغير المناخي والطاقة وكده one of the most serious environmental problems that faces our planet today is climate change بقول واحدة من اهم المشاكل البيئية اللي بتواجه كوكبنا هي مشكلة التغير المناخ جيوك السببين للتغير المناخي one of them واحد منهم يبقى كلمة دمها تعود على مين على reasons اسباب واحد من الاسباب ديان is natural which is called global warming بيكون سبب طبيعي بيسمى الاحتمال الحراري the other is created by the man لكن التانية بقى هو صناعي معمول بواسط الانسان himself when using harmful chemicals in everyday life لما بيبدأ يستخدم مواد كيميائية ضارة كل في حياته اليومية both reasons كلا السببين اللي هو الطبيعي والصناعي affect the rise of earth's temperature بتأصل على ارتفاع براجة حرارة كوكب الأرض to reduce the bad effects of climate change عشان بقى نقلل الأثار السلبية للتغير المناخي we should reduce global warming يعني بقى ان احنا نقلل احتمال الحراري by planting more trees بنحنا نزع المزيد من الأشجار هنا هيبدأ يتكلمنا عن حلول هذه المشكلة and stop using harmful gases and chemicals ونحنا نتوقف عن استخدام الغازات الضارة والكيمويات also we have to use cleaner energy وكما نستخدم طاقة نظيفة such as solar energy and start recycling more rubbish وكما نستخدم طاقة نظيفة من الطاقة الشمسية ونعيد تدوير القمامة المزيد من القمامة this will help slow down climate change وهذا سوف يبطئ من التغير المناخي نجد الاختيار الفكر الرئاسية لهذه القطعة هل دراوتس الجفاف فلاتز الفيضانات solar energy الطاقة شمسية طبعا كل دي جات حاجات اتذكرت في القصة بس الموضوع الاسهواء climate change التغير المناخي is this can reduce global warming يقول مين اللي ممكن يقلل الاحتماس الحرارة هل ترز الأشجار animals الحيوانات chemicals fossil fuels الوقود الحفري طبعا هو يقلها هو ان احنا نقدر reduce global warming by planting more trees بزراعة المزيد من الأشجار اللي جابة طبعا هي ايه trees the underlying word the theme in the second paragraph refers to اللي في البراغرافة يشترق الايه احنا واحنا بنشع قلنا بتشترق لكلمة reasons الاسباب نجي للاسئلة بقال اللي انت هتحلها give one reason for climate change بيقول لك اعطي سبب للتغير المناخي واحنا بنقرأ القطعة كده لما جينا نتكلم في البراغرافة التانية على الاسباب قلنا ان في سببين واحد طبيعي اللي وكان اسمه ايه global warming الاحتباس الحرارة واحد صناعي من الانسان نفس لما بتسلم الكامويات يبقى ممكن نكتب السبب الطبيعي اللي هو ايه الاحتباس الحرارة global warming معك انا سأل سؤال لازم نسألك بقى عن وجهة نظرك كيف انت تعتقد we can reduce the bad effects of climate change ان احنا نقلل الاساس السلبية للتغير المناخي طبعا هو في البراغراف الاخير اتكلمنا عن ازاي نقلل الاحتباس الحرارة وقلل مجموعة حاجات يعني نقلل منها by planting more trees بزراعة المزيد من الاشجار and stop using harmful gases and chemicals وان احنا نبدأ نقلل استخدام الغازات الضارة والكيمويات يبقى هي دي الاجابة ونكتبها زي ما هي جاء في القطع نيجي ليه البراغرافات المتوقعة او البراغراف معايا how to keep our environment clean واللي كيف نحافظ على البيئة نظيفة نخلي بالنا انه ممكن يجيب العنوان تاني how to keep our air بدلا يقول له ما نحافظ على البيئة نظيفة كيف نحافظ على الهواء نظيف ونخلي بالنا انه ممكن برضو البراغراف يجي يقول لي how to help the environment كيف يمكن ان نساعد البيئة او how to protect بدلا يقول لي كيف نحمي البيئة بس هو اجي قال لي ان يساعد البيئة او product نحمي البيئة او keep the environment clean نحافظ على البيئة وكل دوان هو موضوع واحد مع اختلاف بس الى عنوان طبعا لما بجي اكتب البراغراف البراغراف مطلب ست جمل لازم ان اكتبه عبارة عن قطعة لركب واحد بس بمسافة سنتي حوالي كده مسافة تقرب مثلا من سنتي في اول جملة في اول سطر هني تبقى جمل ويتبقى جمل بسيطة subject variable object فعل وفعل ومفعول او subject variable وكملمنت فعل وفعل ومكامل يوجد عدة طرق لكيب لكي نحافظ على البيئة بتاعتنا نكون نظيف الجملة بتخلص نعمل فلسطوب ويكمل الجملة اللي بعدها يجب علينا ان نحميها اللي هي البيئة وكل جمل لازم تبدأ بحرف كابتل وتنتيب we must stop pollution يجب ان احنا نوقف التلوث we can use renewable energy ونستطيع ان نستخدم طاقة متجددة it is clean هي تكون نظفة للطاقة المتجددة people must plant more trees والناس يجب ان يزرعوا المزيد من الاشقع how to keep our air clean كيف نساعد او كيف نحافظ على الهواء نظيف طبعا هنا اعتبر نفس الموضوع التاني وممكن نكتب جمل تانية برضو طبعا بس المسافة صنزم قلنا we must keep our air clean يجب ان نحافظ على الهواء نظيف we must stop throwing the rubbish in the streets يجب ان نتوقف عن القاء الكومانفشة وطبعا ندرسنا في الجرامر ان stop بعدها فيربو energy we can reduce burning the fossil fuels وإحنا بإمكاننا ان احنا نقلل حرق الوقود الحفري people can use renewable energy والناس يستطيعوا ان يستلموا الطاقة المتجددة طبعا كل الحاجة يدي عندكم في المنهب we must plant more trees ويجب ان نزرع المزيد من الاشجار they keep the air clean لان هما الاشجار بيحافظوا على الهواء نظيف climate change تغير مناخي او لو جاء الله one of our environmental problems واحدة من المشاكل البيئية طبعا تغير مناخي من اهم المشاكل البيئي يبقى هو نفس الموضوع climate change is one of environmental problems بقول هي تغير مناخي واحد من المشاكل البيئية it is a serious problem انه مشكلة خطيرة ترى the earth gets hotter people cut down trees and they reinforce الناس بيقطعوا الاشجار في الغابات this cause climate change وهذا يسبب طبعا عشان this مفرد من طفل فالس هذا يسبب التغير مناخ this affect us وهذا يؤثر على كوكبنا بطريقة سيئة طبعا وجاء الله the deforestation or cutting down the trees لازالة الغابات او قطها الاشجار deforestation is a serious problem بقول الازالة الغابات هي مشكلة خطيرة people cut down the trees الناس بيقطعهم الاشجار they do this بس هما بيفعلوا هذا to build new cities اللي جايبنوا مدن جديدة trees are good for the environment وللاشجار تكون مفيدة للبيئة deforestation causes climate change وازالة الغابات يسبب التغير المناخ we must stop cutting down the trees ويجب ان نتوقف عن قطع الاشجار التبلوجي قال لي desertification او the great green wall مبادرة الجدار الاخضر العظيم طبعا هي نفس الموضوع اللي هي مبادرة لحل مشكلة التصح طبعا احنا هنا كنا بنقول على ازالة الغابات مشكلة خطيرة هيجيب نفسي الجملة وقت مكانها التصح desertification is a serious problem التصحر يكون مشكلة خطيرة we suffer from this problem in افريقا نحن نعاني كلمة يعاني من suffer from نعاني من هذه المشكلة في افريقيا it happens هي تحدث when green land عندما تتحول الارض الخضراء becomes the desert وتصبح صحراء we must plant more trees عشان نحل مشكلة ديان يجب ان نزع المزيد من الاشجار if we do this لو احنا فعلنا ذلك we will solve this problem نحن سوف نحل هذه المشكلة طبعا هوها كل دا عن التصح اما الموضوع بقى لو عن green wall مدرث الجدار الاخضر العظيم هكتب نفس الجمل ونزودهم الجملة الاخيرة دي the great green wall مبادرة الجدار الاخضر العظيم initiative مبادرة aims to solve the problem هي بتهدف ان تحل هذه المشكلة لكن بقى لو جاء لي a famous place in Egypt مكان مشهور في مصر او natural wonders in Egypt العجائب الطبيعية في مصر طبعا برضو لو قال لي مكان مشهور في مصر هنختار انه واحدة من العجائب الطبيعية ويبقى نفس الموضوع Egypt has some natural wonders والمصر فيها بعض العجائب الطبيعية النيزاج lake is one of them بحيرة النيزاج هي واحدة منهم people like to visit them people like to visit it الناس بيحبوا ان يزوروها طبعا نكتب جبل عامة it is beautiful هي جميلة people are happy to look at the water الناس بيكونوا سعداء عندما ينظروا الى الماء there are other beautiful wonders in Egypt ويوجد عجائب طبيعية اخرى في مصر لو قال لي بقى موضوع عن natural habitats اللي هي البيئات الطبيعية بقول كده the habitat is the natural home of the animals or plants اني بقول الموطن البيئة دول هي عبارة عن موطن طبيعي natural home للحيوانات او النباتات there are different habitats on earth يوجد بيئات مختلفة على القرى الأرضية there are natural habitats there are coastal and grasslandish habitats يوجد البيئة الساحلية وبيئة المراعي pollution destroys these habitats التلوث يدمر هذه البيئات the animals become endangered وبتصبح الحيوانات في خطر we must protect the natural habitats ويجب ان نحمي البيئات الطبيعي طب لو قال لي a famous person you admire شخص انت معجب به او لو قال لي you know شخص انت تعرفه او you like most انت تحبه كثيرا او لو قال لي ان الشخص ده you respect انت تحتارمك ودي جات السنة اللي فاتت في محافظة بنسويف في الأصح طيب طبعا لو قال لي شخص انت معجب به هنختار مثلا وليكن دكتور فاروق الباز هقول لي دكتور فاروق الباز is famous بقول له هو انسان مشهور he is the person who i admire هو الشخص انت معجب به يبقى صحب له i admire انا معجب به او اقول له بقى حسب ما هو قال لي لو قال لي you know انا اعرفه you like most انت تحبه كثيرا هكتب له i like most لو قال لي انت تحتارمه يبقى اقول له هنا i respect وطبعا عموما لو كتبت اي جملة من اي كلمة من ديان كلها كلمات صح وهتبقى جملة صح I like him very much انا احبه كثيرا He works in the USA بقول هو يعمل في الولايات المتحدة الامريكية He helps the astronauts هو بيساعد رواد الفضاء He helps Egypt وهو ايضا بيساعد مص He discovered the water in the desert وبقول واحدة من اعماله انه اكتشف ماء في الصحراء He is my rule model وهو يكون القدوة بتاعتي لكن لو جبها بقول مقالة نقضية عن شخص في مجال الاعلام او لو حديد لي فاروق شوشة طبعا لو قال لي في مجال الاعلام هاختار فاروق شوشة واكتب عنه لان هو شخصية جملة بتاعتها سهلة فاروق شوشة is famous person بقول هو شخص مشهور في الاعلام He is radio presenter بقول هو مقدم برنامج في الازاعة He shows the beauty of our language هو بيبين جمال اللغة بتاعتنا He was born in Dometa ممكن نكتب عنه معلومات عمزة هو ولد في دوميار He won the Nile Prize وفاز بجائزة النيل He is our role model وهو يكون القدوة بتاعتنا لو جاء اللي بقى A job you would like to do in the media وظيفة ان تتود تكون بها في مجال الاعلام ودجات السنة اللي فاتت في الازار في محافظة الاليوبية أو يقول يور دريم جوب حلمك بوظيفة طبعا هنقول مثلا انا بحلم بالسنة الشرف في مجالي الاعلام ويبقى نفس الموضوع فنقول ايه There are some jobs in the media You got بعض الوظائف في الاعلام I want to be a journalist انا اود ان انا اكون صحفي It is a great job انها وظيفة عظيمة I like writing and watching the news انا بحب كتابة لو عنا يبقى بعدها فيربو اي نجي ومشاهدة الاخبار The journalist can help people والصحفي يستطيع ان يساعد الناس He travels to many countries وهو يسافر الى دول كثيرة وبالتوفيق النجاح لابناء طلبة وطالبات الازهر الشريف ان شاء الله ربنا ينجحكم ويوفاكم ولو عجبك الحلقة من تستاذ تعمل لايك والسلام عليكم ورحمة الله كان معكم مصر حسن